رغم النفي افضل لعب عربي على مر التاريخ محمد صلاح على رأس اهتمامات نادي التحاد جدة رغم نفي رامي عباس مدير اعمال محمد صلاح ما زالت الصحافة السعودية تتحدث عن احتمالية انتقال الفرعون المصري لنادي التحاد جدة الحديث عن ارقام خيالية قطية قاضاها صلاح في حالة موافقته على العرض وبالتأكيد موافقت لبربول المؤكد ان رحلة صلاح في اوروبا كانت عظيمة وما زالت ورغم النفي وصعوبة الامر بس تعلمنا خلال الايام والشهور اللي فاتت ان ما فيش حاجة مستحيلة ولو حصل فبالتأكيد هتكون الصفقة الاهم في الدور السعودية يا اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة الموضوع شكله مش منطقي ومش طبيعي بس عشان احنا فعلا نتعلمنا انه ما فيش حاجة مستحيلة مش عايزين نقفلها خالص ونقول مستحيلة نقول صعبة بس ما نقولش مستحيلة كلام عمالي يقطر 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 عن موضوع انتقال محمد صلاح لنادي التحاد جدة مش منطقي ليه وصعب ليه انه الراجل لسه مجدد عقده مع ليفربول الراجل في البيج بتاع مستوى الراجل في احسن احواله بس برضو الارقام خالية في المينيو موجود دلوقتي في اهل جد ساد يومانيه موجود في النصر من التالت العظيم بتاعهم محمد صلاح هل هيعملها انا دلوقتي مش بكلمك ايه الاحسن ويهي الاصح مش بكلمك في دي خالص بس بكلمك عن ليه بيحصل والكلام اللي عمالي تنشر تعال اقول لك الكواليس اللي اتقالت وتنشرت خلال الايام الماضية عن مفاوضات اتحاد جدة لضم محمد صلاح تعال اقولها لك بالتفصيل مع بداية الساعات الاولى من صباح يوم لاثنين وبعد نحو 24 ساعة من توديع اتحاد جدة للبطولة العربية خرجت العديد من التقارير الصحفية السعودية تشير لرغبة النمور في التعاقد مع النجم المصري الكبير محمد صلاح صحيفة الرياضية السعودية كانت اول منفجر مفاجأة حول رغبة اتحاد جدة في ضم صلاح حيث قالت ان الاتي اللي هو لقب نادي الاتحاد يجهز عرضا بقيمة 190 مليون يورو من اجل تضم النجم المصري من ناديه ليفربول الانجليزي الصحيفة قالت ان عرض الاتحاد تضمن تقديم عرض الى ليفربول بقيمة 60 مليون جن استرليني لشراء المدة المتوقعة في عقد صلاح على ان يوقع النجم المصري الموسمين بقيمة 180 مليون يورو بواقع 90 مليون يورو في الموسم الواحد رقم بعد هذه التقارير الصحفية بعدة ساعات خرج رامي عباس وكيل محمد صلاح او مدير اعماله ليرد على هذه الانباء حيث كتب على حسابه موقع التواصل الاجتماعي تويتر اذا كنا نفكر في مقادرة ليفربول هذا الموسم فكنا لن نجدد التعاقد في الصيف الماضي محمد صلاح لا يزال ملتزما مع ليفربول محمد صلاح شارك مساء اليوم مع ليفربول في المباراة والده امام دراشمتات استعدادة للانطلاق الريز في الدولة الانجليزية سجل على فكرة النهاردة وصنع ايضا حيلعب المباراة القادمة امام شيلسي يوم الحد المقبل في الدولة الانجليزية وده يعزز فرص استمراره مع ليفربول وعدم تفكيره في الرحيل بالمناسبة تقارير سعودية كمان النهاردة نشط حاجة مهمة والهلكم بعد دي قائد منتخم مصر جدد تعاقدهم مع ليفربول في بداية الموسم الماضي ووقع على عقد لمدة ثلاث مواسم تنتهي في الصيف عام 2025 واصبح اللاعب الاعلى اجرا في الريز تقارير سعودية قالت كمان النهاردة ان في وفد رافيع المستوى من نادي التحاد جدد سافر فعلا الى انجلترا للتفاوض مع ليفربول ومع محمد صلاح لضم اللاعب خلال الفترة القادمة احنا بنقول تاني وبنحكي في الكصة دي عشان لو قلتلك دلوقتي محمد صلاح هيسيب ليفربول ويروح اتحاد جدد هتقول لي ايه لا 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 ازاي يا عام لا ده 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 في الدولة الانجليزة واهم اللاعب في ليفربول واسطورة وتاريخ واا واا ولسه مجدد كل الكلام ده يؤيد وجهة نظرك الصحيح بس برضو سيم مساحة ان ممكن يحصل في الامور امور فاحنا بنعرض الوضع كله عامل ازاي من كام من كام شهر لو كنت قلتلك كريسان رونالله هيروح النصر السعودي كنت هتقول لي مستحيل لو من كام يوم قلتلك كريم بن زيمة هيسيب ريال مدريد ووفقه على مستوى لي ورايح الدور السعودي من بواب تحت جدد هتقول لي مستحيل لو قلتلك انجلو كانت هتقول لي مستحيل لو قلتلك مندي هتقول لي مستحيل لو قلتلك محرز هتقول لي مستحيل بس المستحيل اتحقق خلينا ماشيين ونشوف اللي هيحصل خلال الأيام اللي جاية طيب تعالوا روح لأخبارنا النهاردة خلال الساعات اللي فاتت نادي زد أبد اهتمامه جدا بضم أحمد الكندوسي لاعب النادي الأهلي على سبيل الأعارة لمدة موسم والنادي الأهلي ما عندوش منع في أعارة اللاعب لنادي زد لكن لسه في مفاوضات حاليا بين النادي واللاعب على المقابل المادي اللي هياخده وده في نفس الوقت وفي نفس الوقت يعني في عرضين آخرين من اتحاد العاصمة الجزائري وأيضا شباب بولزداد الجزائري لضم اللعب خد بالك هي الأزمة كلها عند شباب بولزداد وعند اتحاد العاصمة وعند نادي زد هي الراتب بتاع أحمد الكندوسي مش قصة أنه الأهلي موافق ولا رافض ولا اللاعب موافق ولا رافض مين هيقدر يتحمل الراتب في هذا الموسم راتب أحمد الكندوسي هل النادي اللي هياخد أحمد الكندوسي هيقدر يدفع له الراتب بتاعه غالبا التلاتة ممكن ما يدفعوش الراتب بتاعه فوارد جدا أنه الأهلي يتحمل جزء من الراتب بتاعه في سبيل عارض اللاعب اللي هم نتكلم في 550 ألف اللاروة ورقم كبير في الموسم الواحد كبير جدا يعني ماشي ده خبر نعرضة كمان كابتن خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي بدأ يجهز مع التنصيق مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لائحة لائحة جديدة للعقوبات الخاصة باستخدام اللاعبين لمواقع التواصل الاجتماعي لمواقع التواصل الاجتماعي هيكون فيها طبعا محظورات منها طبعا تلاسن اللاعبين مع الجماهير أو كتابة أي شيء يحمل إساءة للمنافسين أو زملاء في الملعب أو بره الملعب ده شيء محترم وعجبني جدا جدا قرار النادي الأهلي بعقاب أحمد عبدالقادر عشان البوست اللي كتبه بالمناسبة وأنا قلت الكلام ده قبل كده وهبدر أقوله الراجل بيعبر عن غضبه بيعبر عن زعله بيعبر 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 يا جماعة لعيبت الكورة الناس المشهورة المؤثرة حتى لو مش لعيبت كورة بيبقوا حرسين جدا 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 على كل حرف بيكتبوا ومس زي وزي ومس زي ناس كتيرة تانية يعني اللي هو إيه عيخش يقول أنا زعلان من اللي مش عارف إيه ومين عملي ومين عملي ومين عملي لا تكلمة بتاعتك بميزان ضاقية جدا كل كلمة بحسابها فلو الكلام اللي هيطلع منك مش محسوب ما يتقلش على فكرة قلت الكلام ده برضو قبل كده إنه في شركات كبيرة شركات كبيرة في العالم هي اللي بتبقى مسؤولة عن الحسابات الرسمية لللاعبين الكبارة والأندية أو هم اللي بيقولهم تنزلوا إيه تنشروا إيه لا ده مش وقته لا ده ما ينفعش لا ده هيعمل نتيجة عكسية لا ده هيعمل نتيجة إيجابية مش بتصحى من النوم زي الشخص العادي بتخش تكتب لي أنت عايزه لا بما إنك بقيت مؤثر بقيت مشهور يعني كلامك بحساب مش زي كل الناس انت بقيت مختلف دلوقتي ماشي خبر آخر من نادي الزمالك هذه المرة أحمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك طلب من نادي الزمالك إنهم يحسموا أمرهم من العروض المقدمة لضمه هو عايز يعرف هو هيمشي ولا قاعد هو الزمالك هيوافع على عرض لو عرض كبير ولا لا هو الراجل مش مسك في حاجة بس عايز يعرف مصيره إيه أنا مكمل مع الفريق ولا العروض داية ممكن الزمالك ينظر فيها ده الراجل طلبه من إدارة نادي الزمالك أيضا فيما يخص إدارة نادي الزمالك فإدارة نادي الزمالك أثبتت أنها متمسكة باستمرار وسوريو مدرب الفريق قامت خلال الساعات الماضية بتحويل راتب شهرين في حسابه لسه فضله شهر كمان والإدارة وعدته أنه هيتم صرفه بعد عودة الفريق من فترة الراحة وسوريو أنه يكمل مع الفريق دي هتبقى حاجة مهمة جدا بصراحة مدرب كويس طبعا محتاج عناصر ومحتاج تدائمات ومحتاج شغل كتير جدا بس أكيد مدرب كويس ومدرب كبير جدا زيزو بصراحة شديدة أهم لاعب عنده ثابات في المستوى في الدوري المصري على مدار ثلاثة مواسم أنا لقدت لك عنده ثابات في المستوى متواجشة هو أفضل لاعب شايفيه ناس تختلف وأنا احترم مجالة النظر يعني لو شايف زيزو أفضل لاعب فأنت شايف لعيب أخر أفضل لاعب واحد ثالث شايف لعيب ثالث أفضل لاعب دي براحتك بس اللي أنا وإنت مش هنختلف فيه أن زيزو عنده ثابات في المستوى هو دايما مستوى في منطقة جيدة واحد من أهم اللاعبين يعني فلازم الزمالك يحسم أمره سريع يعني طيب معي عبر الهاتف الآن هوبر فيلود الموديل الفني لمنتخب بركينا فاسو مدخلة مهمة جدا قبل مواجهة منتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم يا فندم مشرف ومنور دعنا سعداء جدا بتواجدك معنا على التلفزيون المصر برنامج رقم 10 وسؤالي الأول لحضرتك كيف تنزل لهذه المجموعة المهمة والكبيرة المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم اللي فيها منتخب مصر وغينيا بيسا وسيرليون والمنتخب الأسيوبي والمنتخب الجبوتي المجموعة صعبة جدا بالتأكيد هناك المرشح الأول في هذه المجموعة هي مصر بالتأكيد مصر هي المرشح الأول والفرقة التي شاركت في الكان الأخيرة بالتأكيد هذا اللحظوز مثل بركينا فاسو وصيرليون وغينيا بيساو كان لهم مشاركة جيدة في البطولة كأس أم أفريقيا الأخيرة والجميع كانت شهدين على ذلك واعتقد أنهم سيشكلون صعوبة في هذه المجموعة لما القرعة أجريت هل زعلت أو تصدامت من تواجدك مع منتخب مصر في المجموعة كنت تتمنى مجموعة أخرى ولا ما كانش فاري معك أي مجموعة موجود فريق كبير في مجموعاتنا هو أمر طبيعي بالتأكيد وخاصة أننا في التصنيف الثاني فبالتأكيد سوف نواجه فريقا كبيرا مصر كما قلت هي المرشح الأول ونحن في مجموعة فيها 6 فرقة سنوف نلعب بنظام الذهاب والإياب إذن سيكون هناك نوعا من التكافؤ في الفرص من أجل التأهل إلى المونديال ماذا عن ترتيباتك وأخيرتك وأفكارك لمنتخب بوركينا فاسو هل هو منتخب الآن جاهز للمشاركة هل هناك بعض المعوقات منتخب شاب منتخب له خبرات نعلم أن هناك عدم من لعبين المحترفين في أوروبا في هذا المنتخب هل ترى أن المنتخب في هذه اللحظة قادر على منافسة منتخب مصر بقوة على بطاقة المجموعة مع باقي المنتخبات بكل تأكيد؟ بالتأكيد نحن لدينا فرصة في هذه المجموعة أؤكد مرة أخرى أن مصر هي المرشح الأول ولكن تبقى حظوظنا في الكان الأخيرة كاسو من أفريق الأخيرة بوركينا فاسو أنهت في المركز الرابع كنا قريبين من المبرأة النهائية في الكان الفريق الحالي لبوركينا فاسو فريق يجمع ما بين الخبرة والشباب كما تفضلت وقلت حضرتك وهناك مجموعة مميزة من اللعبين التي تلعب في أوروبا ولدائهم خبرات كبيرة في مستوى كرة القدم المتقدمة ويستطيعون تجاوز المواقف الصعبة هل تبعت المنتخب المصري في الفترات الماضية الفرق المصرية لعبين المصريين؟ تعرف أي من اللعبين المصريين أو الفرق المصرية خلال الفترة الماضية؟ بالتأكيد أعلم بعض الفرق بالتأكيد مصر هي أم كبيرة في كرة القدم ومن من لا يعرف محمد صلاح بالتأكيد صلاح هو لاعب مونديالي هو لاعب عالمي والجميع يعرف محمد صلاح وهو لاعب دائما يلعب بحماس كبير مع منتخب بلده دائما لديه الدافع لتقديم كل ما لديه مع منتخب مصر إذن نحن سنواجه مصر ونحن لدينا الكثير من التخوفات من صلاح ورفاقه ومن اللاعبين الذين يلعبون في الأندية المصرية المحلية أيضا الذين يلعبون في الأهلي والزمالك وبيرامدز اللاعبون على مستوى عال أيضا ليس فقط المحترفون في الخارج وليس فقط محمد صلاح وسوف نبدل قصار جهدنا أمام هذه المجموعة الرائعة من اللاعبين المصريين روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر واحمل أسماء الكبيرة في المنطقة العربية مثلك أيضا لك خبرات كبيرة في المنطقة العربية والمنطقة الأفريقية كيف ترى مواجهة روي فيتوريا بشكل فني وتكتيكي كمدرب كبير مثلك أيضا لم ندرس بعد الفريق المصري على المستوى التكتيكي لم ندرس التكتيك المصري حتى الآن لا نعرف التاريخ المحدد للمباراة وبكل تأكيد قبيل المباراة سوف ندرس التكتيك الخاص بمنتخب مصر وسوف نتعرف على المعاوقات التي ستتقابلنا والمشكلة التي تتقابلنا مع هذا الفريق الكبير وسوف نبحث كيف ستكون لنا سبل المرور من الفريق المصري الفريق المصري الذي يحظى بشعبية كبيرة في القرى الأفريقية الفريق المصري الذي يلعب أمام جمهور كبير دائما في القاهرة أرى أن الفريقين الكبيران في هذه المجموعة هي مصر وبوركينفاس والتنافس سيكون بينهما على أشدهما طيب كان هناك في أزمة اتقالت أنه بوركينفاس مش تستضيف مباراةها قدام منتخب مصر وبالمنتخبات لأن ملعبها مش جاهزة أو مش مطابقة للمواصفات اللي بتطلبها أو بيطلبها الكاف هل المشكلة دي تحلت هل بوركينفاس هتلعب على ملعبها ولا هتلعب خارج ملعبها لا نعلم بعد الدولة والحكومة تبدل قصارى جهدها لكي تكون المباراة في داخل بوركينفاسو حتى الآن كما قلت لم تتحدد موعد المباراة ولكن هناك بحسب معلوماتي هناك أستاذ في طور الإعداد في طور التجيز من المفترض أننا سوف نلعب علي مباراةنا ولكن لا شيء مؤكد حتى الآن طيب بما أنه لا شيء مؤكد الخطة البديلة فكرت في بلعب في أي بلد لو بوركينفاسو تستضيف مباراة في تصفيات كاس العالم أي بلد نعم منذ ثلاث أو أربع سنوات بوركينفاسو تلعب في مراقش بالمغرب كل المباراة المهمة تلعب هناك نحن دائما شعور بأننا نلعب بين أهلنا حينما نكون في مراقش إذن إن لم نلعب في بوركينفاسو إن لم يكن الملعب في بوركينفاسو جاهزاً أعتقد أننا سوف نلعب في مراقش كما هي العادة منذ ثلاث أو أربع سنوات نتحدث عن ورقة محمد صلاح كأهم ورقة في المنتخب المصري ومع عدد كبير من زملاء والموهبين زي تريزيجي وعمر مرموش وآخرين على سبيل المثال وليس الحصر أي اللعبين هم الأبرز اللي تعاول عليهم مع منتخب بوركينفاسو في مواجهة مصر وبيع المنتخبات في تصفات كاس العالم لدينا بيرتران تراوري وسيريل بايالا ولدينا أكثر من لعب يلعب في الدوري الإنجليزي ولدينا لاعب نادي بورتسموث الإنجليزي لدينا أكثر من لعب يلعبون في أندية كبيرة في أوروبا ولدينا لاعب وسط دفاع يلعب في بايرن لفركوزين في ألمانيا لدينا لاعبون لديهم خبرة هذه اللقاءات لدينا لاعبون قادرون على مواجهة اللعبون كبير من تريز صلاح لدينا لاعبون يلعبون في فرنسا لدينا لاعبون يلعبون في إيطاليا لدينا مجموعة متشكة مختلفة من اللاعبين بأكثر من بروفايل يستطيعون مواجهة صلاح ورفاقه هابر في لود المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو قبل مواجهة منتخبنا الوطني في تصفات كهس العالم أنا بشكر حاجة شكرا جزيلا على هذه المداخلة المهمة منتخب بوركينا واحد من المنتخبات الكبيرة أفريقيا الآن عنده عناصر كثيرة مهمة بعض الناس تحدثوا أن مجموعتنا سهلة وبسيطة منتخب بوركينا منتخب قطير جدا بقى المنتخبات قوية أيضا على فاكرة في بعض المنتخبات الممكن تضيقنا بس انت عندك غانية بيساوى عندك سيرليون يعني دي المنتخبات اللي ممكن تضيقك في المجموعة مع كامل اللحظة نطور منتخب سيوبيا ومنتخب جبوتي بس تحدث تحديدا منتخبات لها بايع في المنافسات الأفريقية أبرزهم طبعا منتخب بوركينا عنده عناصر كثيرة وقتها إن شاء الله قبل مواجهة منتخب مصر نتحدث عن العناصر دي وعن أبرز اللاعبين المهمين جدا والآن هو تحدث مع بعض اللاعبين المهمين في منتخب بوركينا وسمعته الأندية وأسماء كبيرة وأندية أوروبية كبيرة إن شاء الله بإذن الله بإذن الله تبقى المجموعة ميسرة وسيفضل منتخب بوركينا هو أقوى منافس طبعا نتعرفين النبطاقة واحدة هي اللي تؤهل للمنديال عن هذه المجموعة وكل المجموعات طبعا نكمل أخبارنا نادي الزمالك في الوقت الحالي بيجاهز مستحقات شنبونج اللي هي 270 ألف دولار عشان يحلوا الأزمة بتاعة قصة كاف القيد يدوا فلوس أشنبونج كمان بيجاهزوا 7500 دولار عشان يبعطوهم لنادي وادي دجلة قيمة حق رعاية الفريق في اللاعب إبراهيمة نضاي دي الحاجات السهلة بس عندك الغرامة الكبيرة بتاعة سبورتين ليشبونة وقصة شكبالة طبعا زمالك كان منتظر الغرامة بتاعة كهرباء عشان يبدأوا يسددوا ويشتغلوا على قصة دي بس كلام إنه عقوبة كهرباء تتأجل كمان أو الفيفا سمح لكهرباء بشهرين بشهرين كمان فالأمور بقت صعبة شويتين أكيد الزمالك عنده حلوله البديلة ميش عفوا مجلس دارة نادي الزمالك أيضا قرر إعادة تشكيل الأجهزة الرياضية في الألعاب الجماعية وقطاع الناشئين وعرضها على المجلس عشان هم عايزين يحصل في بعض التطوير في الألعاب الأخرى خير كرة القدم وكما طبعا قطاعات الناشئين ده هيحصل الفترة اللي جاية الخبر أو الخبر المهم يعني اللي أنا سيبته شوية عشان نقدردش فيه مع حضراتكم شوية نهر ده اتحاد الكرة اتفق مع الأندية اللي حضرت اجتماعي اليوم على صعود أول فريقين من دوري المحترفين المجموعة ألف الدوري الممتاز والتالت تالت الفرق أو تالت الترتيب في دوري المحترفين هيلعب مع التلت فرق في المجموعة بيه اللي هي الدرجة اللي بعد كده كمان عشان يسعد منهم واحد تالت للدوري الممتاز فيهمتوا حاجة طبعا لا هشرح لكم تاني وهقول لكم التعيدة الغريبة اللي مش مفهومة اللي مش منطقية مع كامل الاحترام لكل اللي بيقعد وبيقعد يفكر مع كامل الاحترام والله ولهم ربما يكون لهم أسبابهم بس هي حتى الأسباب دي أكيد مش منطقية ليه؟ ببساطة شديدة في أي دوري في العالم في دوري ممتاز وبعد كده في دوري الدرجة التانية في ناس بيسموه الممتاز ألف في ناس بيسموه أي حاجة سميه دوري المحترفين أي حاجة بيصعد كام واحد بقى من دوري المحترفين اللي هو تحت ده اللي هو التاني اللي هو الدوري الدرجة التانية ده بيصعد تلاتة تلات فرق ويهبط من الدوري الممتاز تلات فرق وخلاص كده سهلة صح؟ زي ما بنعمل على طول بيصعد تلاتة وينزل تلاتة فيها حاجة ماشي فطبعا فيها أندية كتير اعترضت على نظام دوري المحترفين الجديد طيب عشان برضو أحاول أسهلها لحضراتك واجبها لك من الأول خالص يعني إحنا كنا منلعب دوري الدرجة التانية ده من ثلاث مجموعات من ثلاث مجموعات مجموعة الكهيرة ومجموعة البحرية ومجموعة السعيد متصدر كل مجموعة من دول بيسعد للدوري الممتاز يبقى ثلاث فرق بيسعدوا للدوري الممتاز ده النظام القديم جيه اتحاد الكرة واقترح مع الأندية أنه هيبقى فيه دوري السنة الجاية دوري المحترفين دوري بقى يجمع التلاث مجموعات دول حلو يسعد من الدوري ده التلاث فرق الأول أول وتاني وتالت فالأندية اعترضت قالت لك لأ أنا ممكن ملعبش في دوري المحترفين ده ولعب في الدوري اللي تحت أنا كده بدل ما بقيت كنت في الدرجة التانية بقيت في الدرجة التالت فلأ أنا كده مش أخد فلوس لأ أنا كده مش هيبقى عندي فرصة أطلع ممتاز لأ فقعدوا يعترضوا 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 فجيه اتحاد الكرة ما تحملش هذا الضغط وهذا الانتقادات اللي ممكن يكون الأندية دي عندها حق فيها وهلوكو جزء من السبب يعني ممكن هنبول ممكن عشان الموضوع ده مليان تفاصيل يا جماعة تفاصيل مالية وتفاصيل في التسويق تفاصيل كتير أوي هكما فدلوقتي بقى فيه دوري محترفين فاتحاد الكرة عشان ما يزعلش الأندية التانية اللي هي مش تبقى موجودة في دور المحترفين قال لهم ايه قال لهم انتوا هتلعبوا دوري تاني هيبقى اسمه دوري الدرجة الاولى به يعني فيه دوري الدرجة الاولى الف اللي هو دوري المحترفين وفيه دوري الدرجة الاولى به انت مش الدوري الدرجة التالتة عشان بتزعلك الكلمة دي وانت يا حبيبي مش الدرجة التانية عشان برضو عيب دي كلمة احنا بلقى نخترق مسميات المهم يعني فقالك احنا هنصعد أول فرقتين أول فرقتين رقم واحد ورقم اثنين المتصدر والوصيف من دور المحترفين اللي هو دور الدرجة الأولى ألف دول يصعدوا للممتاز طب والتالت فينا جماعة قالك هناخد ثلاث فرق من اللي تحت اللي هو الدور الدرجة الأولى به اللي هو ما فيه دور الدرجة التالتة هناخد ثلاثة منهم وناخد التالت في دورة الدرجة الأولى ألف هيبقى أربع فرق ونلعب بينهم كاس الأول فيهم هيسعد مع الاتنين الأولانيين للدورة الممتاز هذه التلاتة فأنت جبت ناس كيبت تتنافس في الدرجة التالتة أنا أقول لها بقى 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 حسب فيهم مش أقول لك المسؤولة أشياء ملغبطاكش من اللي بيتنافسوا في الدرجة التالتة لعبتهم مع اللي خد التالت فيهم نفس الدرجة التالتة اللي كانت صعبة جدا وقلت له أنت كمان ممكن ما تسعدش الدورة الممتاز واحد من الدرجة التالتة هو اللي يسعد هل ده كلام منطقة يا جماعة هل ده كلام سليم مع كامل الاحترام للأنداء اللي حطت الاقتراح لمسؤولي اتحاد الكرة اللي وفق على الاقتراح أو يعني مرحبين بيه مع كامل الاحترام ده كلام مش منطقة والله ما ينفعش نقع نراضي في بعض ونبسط بعض ونشوف حل وسط يبسطنا كلنا ونمشي غلط ما ينفعش نمشي صح وخلاص واللي يزعل يزعل مع كامل الاحترام للجميع واللي يزعل ده يعني ايه لو عنده سوا منطقة نقعد معاه ما عندوش يبقى خلاص يزعل احنا عايزين مصلحة الكرة المصرية مش مصلحتك انت ده المفهوم طيب اتحاد الكرة طلع الكلام ده النهاردة أو يعني سر بهذا الكلام فحصل ايه الاندية بقى اللي كانت موافقة على دور المحترفين كان فيها اندية كتير مش موافقة وفيها اندية موافقة فاتحاد الكرة كان فرحان بالاندية الموافقة فالاندية الموافقة طلعت قايت لك لا احنا الكلام ده مش عجبنا ليه يا عم ما انت كنت مبسوط قال لك الكلام اللي انا بقوله بقى هو ازاي ازاي هتنافس مع اندية الدرجة الثالثة بعد ما خدت المركز الثالث فوق في دور الدرجة الثانية ازاي بعد التعب والاجتهاد والشقة والفرق اقوى اخو المركز تادي اروح هتنافس مع فرق الدرجة الثالثة وهم اللي ياخدوا بطاقة الدورة الممتاز يعني يسعد من الدرجة التالتة للدورة الممتاز على طول في كده في الدنيا ليهم حق دول بقى انا في رواية دول ليهم حق مية في المية انهم يعترضوا مع كامل لاحترام للجميع عشان دول بيتكلموا بالماء انا باتكلم بالمنطق دلوقتي ماليش دعوة بكواليس وتفاصيل كواليس وتفاصيل دي اللي هي ايه اللي هي يجي تحدي الكرة يقول احنا هنسوق البطولة دي بس هندي فلوس للناس في الدرجة التانية زي فلوس للناس في الدرجة التالتة وهندي الاندية دي فلوس كويسة وهندي الاندية دي فلوس كويسة وزع فلوسك زي ما انت عايز وزعهم زي ما انت عايز بس النظام ما تخلش به ما تلغبطوش ما تبدعش ما تخترعش جديدة والله انا اول مرة اشوفها في حياتي انت عايز نادي من الدرجة التالتة يسعد للدورة الممتاز على حساب نادي في الدرجة التانية ده 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 أنا يعني مش عارف أقولي بس دي دي حاجات مش منطقة يعني كل ما أجي أقول كلمة من نفسي أقولهم بكتشف أنهم ما ينفعش أطلع أقولهم يعني بس هي حاجة مش منطقة يعني خلينا نقولها بلفظ يعني ينفع يتقل مش بالمناسبة المناسبة اتحاد الكورة يعني اتحاد الكورة بيتواصل الآن مع عدد من الشركات والمنتخبات عشان يردت مباريات ودية لمنتخبنا الوطن الأولمبي قبل الأولمبيات إن شاء الله الصيف القادم في باريس احنا منتكلم هما دلوقتي ما بدأين كده عايزين ودية في شهر سبتمبر المقبل الكلام الأقرب لمنتخب أسبانيا أو مباراة بين منتخب مصر ومنتخب أسبانيا وفيه كلام أيضا عن منتخب أوكرانيا ومنتخب آخر ممكن المنتخب المصري يلاعبوا لسه ما تحددش اسمه يعني ممكن يبقى أمريكا أقربهم بس يعني حمليك كلم أسبانيا أوكرانيا والمنتخب الأمريكا أيهم يعني اللي هيجي عارفك التلاتة كويسين التلاتة هيفيدوا جدا ميكالي الموديل الفني لمنتخب مصر بمنسبة بمنسبة ميكالي ميكالي مبارح كان لقى تصريحات صحفية عظيمة جدا جدا أجماعة البلد دي حلوة بلدنا دي حلوة بلدنا دي عظيمة واللي يخشها لازم يحبها واحنا نحبه ميكالي تحدث وقال إنه أنا وجدت حب من الجماهيل المصرية أكتر من اللي كنت بشوف في البرازيل تخيل يعني بيقول لك أنا الجماهيل المصرية بتحبني وبتعامل معي باحترام أكتر من اللي كنت بشوفه في البرازيل ده جزء يعني من التصريحات صحفية بس الجملة دي تحديثة اللي لفتت نظري كانت تصريحات طويلة تحدث عن مستقبل منتخب مصر وإنه عايز محمد صلح معاه في الأولمبيات وعايز يجرر تجربة نيمار مع المنتخب البرازيل اللي خد به الأولمبيات الأولمبيات ريوتو جانيرو 2016 فكان فيه كلام كتير دي يعني لمستها أوش لمستها طيب ننجح تاني بقى باللي كنت بنتكلم فيه في الأول خالص فيما يخص محمد صلاح وعرض اتحاد جدة وهل الأمور بجد وهل الأمور ممكن تحصل وهل ممكن يسيب إنجلترا ويسيب ليفربول ولا لا تعال نفهم أكتر مع زملنا المتميز دوما أدهم الشرقاوي صحفي مصري بالمملكة العربية السعودية يا أدهم مشرف ومنور أهلا بيك وتذكريم وأهلا بكل أستاذ المشاهدين ودائما بسعد بالتواجد معك سواء في الاستوديو أو عبر الهاتف شرف ليا شرف ليا أدم جدا يعني ودائما لك الإضافات المهمة جدا فيما يخص هذا الأمر أمر محمد صلاح هل فعلا فيه مفاوضات حقيقية ووضحة من اتحاد جدة لضم محمد صلاح من ليفربول بالفعل هو جرع اجتماع في الأسبوع الماضي بين ممثل أو المصاوض الصعودي لصندوق الإستثمارات العامة ووكيل أعمال محمد صلاح بشأن انتقال صلاح إلى نادي الاتحاد هذا الموسم واللعب جنبا إلى جنب بجوار بن زيمة وبجوار كانتي والأسماء الجديدة في صفوف الاتحاد ولكن محمد صلاح بوضوح قال أنه يحترم الدوري السعودي لكنه يرغب في البقاء على الأقل لسنة إضافية مع نادي ليفربول الإنجليزي الصف المقبل الدليل على ذلك اليوم وكيل رامي عباس عيسى تحدث في تويتا عن هذا الأمر وأن محمد صلاح جدد عقد الموسم الماضي مع ليفربول في الصيف الماضي وكذلك أداء محمد صلاح الجيد جدا في التدريبات الإعدادية والمباريات الاستعدادية للموسم الجديد لعب خمس مباريات سجل حدثين وصنع سبع أهداف لزملاء ودليل كبير على أن اللعب مركز في مشواره مع ليفربول هذا الموسم وبالتالي أعتقد أن محمد صلاح قد يكون صفقة في الدوري السعودي المليء بلا عدة نغبة في العالم ولكن في الصيف القادم وليس في الصيف الحالي على الأقل طيب أدام فرصة أنت معايا كده تقولي أبرز الأسماء اللي ممكن نشوفها في الدوري السعودي خلال الأيام القادمة طبعا أبرز الأسماء طبعا نادي أهل جدة السعودي أصبح قريبا جدا جدا من ضم لعب زلينسكي محور ارتكاز نادي نابلي الإيطالي اللعب قد يلحق اللقاء الأول لأهل جدة الجمعة القادم أمام الحزم السعودي في السادة الأمير عبدالله الفيصل في جدة كذلك اليوم مورينيو ودع مدافع نادي رؤما إيدليز البرازيلي ودعوا اليوم في تدوينة على موقع انستجرام وبالتالي اللعب سيجري غدا الكشف الطبي تمهيدا للانضمام أيضا لأهل جدة السعودي أيضا نادي الهلال دخل في مفاوضات قوية جدا مع اللعب جواو فليكس لعب أتليتيكو مادريد الأسباني طبعا خيصة مدرب نادي الهلال يحتاج إلى رأس خربة بعد المستويات المميزة اللي قدمها نجوم خاصة سابتش وليفيز وخليدو كولوبالي واخيرهم ملكم البرازيلي اللي سجل في لقاء الدربي أو الكلاسيكو أمام الاتحاد في البطولة العربية أصبح يحتاج لمهاجم وأيضا لعب جناح جواو فليكس لعب أتليتيكو مادريد أصبح قريبا جدا من الانضمام لنادي الهلال السعودي في الصيف الحالي فريق النصر على الجانب الآخر أصبح الآن يفكر في التعاقد مع لعب مدافع يقود المنظومة الدفاعية الأزمة الأكبر اللي ظهرت في الأيام الأخيرة ظهرت في البطولة العربية بعد قصارت اتحاد جدة السعودي من فريق الهلال ثلاثة واحد على أسرها رفض عبد الرزاق حمد الله هداف الدور السعودي من قبل الانضمام لقائمة الفريق المتوجهة للملعب لرفض البقاء احتياطيا لكريم بنزيمة وده اللي أكده المدرب البرتغالي نونسانتو في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة وبالتالي أصبح عبد الرزاق حمد الله طيب أدهم 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 فرصة فرصة هو أنت تتكلم معي عبد الرزاق حمد الله واحد من المهاجمين العرب الكبار جدا المهاجم الجزائري رائع جدا المهاجم العفل المغربي المهاجم الكبير المميز جدا هل عبد الرزاق حمد الله عبد الرزاق حمد الله ممكن نشوفه موجود في الدورة المصري هل وارد هل رقمه كبير هل من اللعابة اللي بتدفع فيها فلوس كتير ولا رقمه مناسب ممكن نشوفه في الدورة المصري الراتب عبد الرزاق حمد الله أربعة مليون دولار سنويا مع نادي الاتحاد شكرا شكرا أعتقد سيكون صعب هناك عرض العبد الرزاق حمد الله من نادي الشباب خاصة أن نادي الشباب مهاجم الجابوني باون بيزا امتقل للدوري الأمريكي وكذلك خوانكا الجناح المهاجم امتقل للوحدة الإماراتي مع بيتسو مسماني وبالتالي الفريق قدم عرضا لضم اللاعب كذلك فبيانو أحدث الوجوه المنضمى للاتحاد سيتم تسجيله بديلا عن طريق حمد في قائمة الاتحاد للمنصد الجديد الآن طريق حمد أصبح لديه عدة عروض منها عرضة مصرية من نادي برامد المصري العرض الوحيد لطريق حمد من نادي برامد وهناك عرض من نادي الوحدة السعودي وهناك حديث في الأيام الماضية من العرب القطري لضم متوسط الاستكاز المصري طريق حمد طريق حمد سيكون آخر عهده مع نادي الاتحاد هي منافسات البطولة العربية أعتقد طريق حامد أيام قليلة ويغادر نادي الاتحاد التفكير الآن في الاتحاد التعاكم مع مدافع بعد أصابة أحمد حجازي في بداية الموسم وكذلك عمر هوساوي المدافع أثناء البطولة العربية وهو ما كلف في طريق الخروج من دور الثمانية رغم تصدر المجموعة في دور المجموعة أدهم شراوي زماننا الصحفي المتميز جدا بالمملكة العربية السعودية أنا بشكرك شكرا جزيعا لهذه المدخلة طيب تعالوا نحن لنشرة أخبار العرب أخبار الكرة العربية تعالوا نشوفه نبدأ بالدوري السعودي عبد الرازق حمد الله مواجم اتحاد جدا يقترم من الرحيل عن النادي لسه كان بيقول لي هو أدهم بناء على طرف بسبب خطة نونسانتو في الاعتباد على مواجم وحيد هو كريم بنزيم حيث تلقى اللاعب عرضا من الشباب السعودي وآخر من الواصل الإماراتي بلغت قيمته 11 مليون يورو النجم الأسباني أندرياس نيستا قائد برشلونة السابق يقترم من الانضمام إلى فريق الإمارات الإمارات الصاعد حديثا للدور الممتاز بعد رحيله عن فريق السابق فيسل كوبي الياباني فيما يقل ماضي بالمناسبة هو وقع يعني بس لسه النادي الإماراتي لم يعلن بس اللاعب وقع بحسن معلوماتي سطورة طبعا يورو من الدور المغربي نادي الفتح الرياضي يعلن تعاقده مع حميد أحداد لعب الزمالك الأسبق بعقد يمتد المسلمين في صفقة انتقال حر بعد فسخ اللاعب عقده مع نادي الوداد خلال الأيام الماضية طيب طيب بيقولولي الوقت اتحاد الكرة طلع بيان وهقرال حضراتكم يلا يا جماعة فين فين البيان ماشي لسه لسه البيان مطلعش هم ماشي برضو هم مطلعين بيان فيما يخص ما حدث فيما يتعلق بدون المحترفين أنا هقرالكم أنا لسه هو البيان نازل حالا فنهارا أنا زي زي حضراتكم لسه ايه بستكشف عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لقرأة القدم برئاسة جمال علام اجتماعا تم خلاله مناقشة العديد من البنود والملفات على رأسها شكل مصابقة دوري القسمين الثاني والثالث واتخذ المجلس عدة قرارات جاءت كالتالي ناقش المجلس المذكرة المقدمة من شؤون قاناة الاتحاد بخصوص اجتماع بعض ممثلي أندية القسمين الثاني والثالث وافادت مذكرة الشؤون القاناة بعدم صحة انعقاد الجامعية العمامية غير العادية وسوف يتم اختار الجهة الإدارية بزاية التقرير وافق المجلس على إثنيات تصويق ورعاية بوابس مباراة القسم الثاني إلى الشركة المتحدة للتصويق الرياضي على أن يتم تقسيم العائد مناصفة بين المجموعة الأولى 20 ناديا والمجموعات الثلاث البقية 56 ناديا اعتماد تصور اعتماد تصور لجنة المسابقات بخصوص القسم الثاني طبقا لشروط المسابقة الصادرة في بداية الموسم إضافة شرط رعاية نادي شعبي لمدة 3 سنوات على الأقل لكبول أي نادي جديد تابع لشركة في الاتحاد المصري لكرة القدم تابع لشركة في الاتحاد المصري لكرة القدم يا جماعة دي خطيرة جداً دي حلوة يعني عجبتني بصراحة أن أنت لو نادي شركة لو نادي شركة وعايز تخش لاتحاد المصري عايز تشارك في بطولات الاتحاد المصري لازم ترعى نادي جماهيلي لمدة 3 سنوات ترى أن النادي الجماهية يعني من آخر كده تصرف على النادي الجماهية تديره فلوس تصرف بيها عن نفسه فدي نقطة تبدو لطيفة من حيث المبدأ أنا بقى بحاول أفكر وأنا معكم على الهوة أليش شايفها دلوقتي ولسه عارفها دلوقتي بس شكلها حلو شكلها حلو عشان ما نخسرش برضو الأندية الجماهيرية فتبقى الأمور فيها شوية توازن حلوة شكلها حلوة من حيث المبدأ يعني أي حاجة بتبقى من حيث المبدأ حلوة بس بيبقى فيه تفاصيل كتيرة محتاجة نحن نزاكرها وندرسها ونفهمها أكتر يعني تحصيل 1% من رسوم القيد من أندية الشركات لدعم الأندية الشعبية برضو دي الظريفة بس 1% يعني ماشي تحديد يوم 24 أغسطس الجاري موعدة للعقد اجتماع لاختيار الأجهزة الفنية لمنتخبات مواليد 2005 و2007 و2009 نحن نكون متأخرين أو في القصة دي بس ماشي 24 أغسطس هنعرف مين الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين في حاجة تانية ولا كده خلاص كده خلاص كده خلاص احنا بعد الفاصل هيشرفنا وينورنا كابتن الكبير كابتن طارق السيد نجب نادي الزمالك الأسبق والمدارب العام السابق بالنادي المصري البورسعيدي خليكم معنا الكواليس قبل ما كده كابتن زران لو قد مستقرة اليوم الحد يقول لك نينكا في يوم كلمة تجمعه بين الكابتن زران والكابتن طارق العاشر الشخصية ومن دمنا الناس اللي رشحت الكابتن طارق العاشر هو كابتن زران محبة وتغطيرا لا يزرر رجل المقرر ابن نادر الاتحاد سيجندريو اللي اسمه طارق العاشر فانا لو انا جاي كمسؤول عن نادر الاتحاد ورئيس نادر الاتحاد سيجندريو وبحضر مؤتمر صحي بجانب الكابتن طارق العاشر انا اعرف تاريخ الطارق العاشر كلاعب وكمحب وكابتن الاتحاد وكابتن فتران فتران منطقة مصر فتاريخه عظيم كلاعب لما الكابتن طارق العاشر تشوف السبيب بالمقرنة بالمدرين الفنيين المرهودين دلوقتي على الساحة والناس اللي هي ابتدت انها تتكلم وترشح فلان وترشح سين ومصاد معين هاد سبيب طارق العاشر وتشوف عدد البطولات اللي هو فاز بها مع انديها لو احنا رجع بنا الزمن كده ازا طارق العاشر اخد بها البطولات فالنهاردة تعقدنا مع الكابتن طارق وبيجمع مجر زلطار والحاجة اللي انا كنت متخوف منها سنة كده هو رد فعل جمالينا دي الاتحاد في التعاقد مع الكابتن طارق العاشر فشوفنا اجماع على طارق العاشر جماليا واداليا كمجلس ادارة وشعبيا كواسكندري فانا من عرض ببارك للكابتن طارق العاشر وببارك على ابن من ابنان ادي الاتحاد سكندري ان هو يبقى واخد مسكولية وهو يعني ايحس بينا احنا ويحس بجابينا دي الاتحاد عشان هو عايش دي الاتحاد ويعي ايه طلبات الناس وايه الناس بتفكر في ايه وايه الناس حبا انتم او هايكون ايه فان شاء الله ان شاء الله تكون بداية طيبة فيه بلان واضح انا قدمته من خلال ثلاث سنين بنبني فريد طموح مزيد بين الشباب والخبرات مزيد من اللعيبة برامسك الوحدين وما عنديش اي غضالة ان انا اشتغل من اللعيبة اللعية اللي احنا بنحاول نجيبها تنتمي ان انا دي الاتحاد سكندري المشروع ده ابتدى ان بعقود تمتد لمدة سنوات معينة اقلها ثلاث سنين اقل الشيء على اساس اللي احنا نعمل استقرار فني للفريق بشكل جده جدا الاعتمال على مشروع الولادة السخيرين بتوعنا القطاع اكتشاف المواهب بشكل جده جدا ويبقى لهم الراية انهم يمتد ليهم الفريق الاول اعتقد ده هيندي حماسة كدير في الده للقطاع عشان اكتشف المكلام ده الحاجة التانية اننا وجهاز الفني متوليين المسؤولية الكاملة على المشروع ده سواء فريق الامل احنا بنهزنا الفني كاملة بالقوم به نتولى اكتشاف مع التنسيق طبعا مع خطاع المشروعين طبعا برئاس كبد المحمود عيس وجميع المدربين فيه تواصل ويمكن احنا بدأنا الكلام ده من المبارح ان شاء الله سيتواصل خلال الفطرة اللي جاءت بشكل جدا عشان نكتشف المواهب ديت ونديهم فرصة انهم يتواجدوا اذا الامداد الطبيعي للقطاع او الهدف الطبيعي من القطاع وامداد الفريق الاول زينا زي زمان زي ما كان بيحصل انا متذكر ان انا فريقتي لما كنت في 19 سنة و 17 سنة حوالي 10 لعبين طلعوا من القطاع ومثلوا للفريق الاول وبرضو عاوضة تطرج المواهب اللعيب الاجانب لان احنا برضو عندنا مشروع في اللعيب ادول لان عندنا خمسة في القايمة ان شاء الله بإذن الله تعالى نجيب خمسة واحدين بشكل كبير جدا لمن دول نصف الفريق كمان عندنا ثلاث لعبين تحت السن وده القطاع الاستثماري كمان اللي هنستثمر فيه بشكل كبير جدا عشان كده بنتقنى كتير جدا في اللعبين اللي هنختارهم خلال الفطرة اللي جاية اللي هم ينتموا ويفيدوا فنيا خلال السنوات اللي جاية ثم ان شاء الله كمان استثماريا للنادي دخلوا داخل بشكل كبير جدا للنادي استثماري فعندنا فايدتين فايدة فنية وفايدة استثمارية كمان على الصعيد الاستثماري اشتركوا في القناة على الطريقة الإنجليزية بيضع ويسدد وينفذ يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى شرفني وينورني يا زي الفقرة الكابتن الكبير كابتن طارق السيد نجمي نادي الزمالك الأصبك والمدارب العام السابق بالنادي المصري كان حرمنا منه بقلوه فترة قويسة بس عشان شغله في المصري والنجاحات بصراحة والشغل المحترم اللي عمله مع الجهاز الفن اللي كان بقيادة كابتن ميمة عبد الرازق كنا مستحملين ان هو يغيب عننا وسيا مرة أخرى عودا حبيدا لبرنامج رقم عشر كابتن طارق منور الدنيا حبيبي يا كيموانا طبعا عارف كالعادة ان انا والله ببقى سعيد جدا ان انا معك وانا لو اي حد غيرك انا كم مستحيل انزل النهاردة لان احنا جايين من 48 ساعة ومناسبة طبعا الوجود يعني جاي من 48 ساعة الشمس من الساعة 8 الصبح لتمانية بالليل فضربة شمس جامدة جدا فطبعا ما اقدرش لما كريم يطلبني يا ربي خليك يا حبيبي وليه شمس برضو عشان الناس تفهم اختبارات كابتن ومصر وشغالة وموضوع شكله ما يبقى سوخنا اوي السندي عملته نجاح عظيم الموسم الماضي وكلنا نستنيين نجاح اعظم الموسم اه السندي كمان في شغل عالي اوي وفي اختيارات اه واضح ان مصر كلها بقت مركزة مع كابتانو الولاد الصغارين وفي نمازك كويسة اوي اعرف هون ميزة في ايه وانت بقى لتكملي ده انو الكابتانو يعني هي ايه باين قد ين احنا عندنا مواهب بالجملة بالكوم زي ان بيقولوا يعني دايما كانت جملة الشهادة ايه احنا شعب مئة مليون بنا يادم بيحبوا الكورة ما عندناش مواهب لا يا جماعة خدوا مواهب بالكوم او في مواهب ده في ده انت ده انت لو انت لو الموضوع مفتح شوية في الاعداد انت خد يعني مثلا 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 على سبيل المسايا احنا اخترنا عدد مبارح من العدد ده في نمازج تاني موجودة بس انت محكم بعدد فخد احسن احسن حاجة اللي هي التوب قوي ايه يتوسد ان الناس اللي انت حتى بتسيبهم هم بيش وحشين انت كويق بس اللي خدتهم احسن وحسن الله ينور عليك فانت لو الموضوع مفتح شوية لا ده انت ممكن تعمل يعني زي اقولوا كده تحمل طيارات العيبة يعني جد لا في نمازج متشوكين جدا متشوكين لنجاح جديد ان شاء الله الموضوع ان شاء الله بإذن الله بك كويس طيب كابتن طارق بداية كده عايز ابدأ معك طبعا بالنادي المصري عملت شغل محترم جدا شغل كبير جدا انا اتكلمت معك كان في مرة فيه مداخلة وحتى سألتك انتو بالشكل دوت انتو بكملين مع الفريق يعني ما فيش حد بيبقى نجاح النجاح ده كله وتفرى في المصر مصر كان بادئ الموسم الماضي موسم مش جايد خالص انتو وصلتو لمصر انو ينهي الموسم في المركز الخامس وصلتو نهاية كسر رابطة وصلتوه دور تمانية في كسر مصر كل ده نجاحات نجاحات كبيرة جدا هل كانت مفاجأة بالنسبة لك رحيل الجهاز الفني؟ طب عشان بس نبقى يعني نبقى جمعين الموضوع كله احنا ماضين 3 شهور حلو او لنهاية الموسم ماشي التجديد ما كانش في الحسابات قوي بالنسبة لنا احنا جايين في مهمة معينة هنخلصها والسلام عليكم صحيح فكرة ان احنا بنعمل شغلنا الاخر يوم ده الحمد لله احنا عملناه زي الكتاب ما بيقول ويمكن الحمد لله الناتايج بتقول كده وزي ما انت كده سردت يا كريم ان انت الحمد لله خدت الفرقة من مركز ودتها مركز تاني خالص وصلنا نهاية كاس الرابطة وصلنا دور التمانية كاس مصر عملنا حاجات الحمد لله كويسة طبعا اي حد يتمنى ان هو يكمل في الناد المصري اكيد 100% كنا نتمنى ان احنا نكمل في الناد المصري انها في الاو في الاخر الحزبة بالنسبة لنا كانت مهمة لفترة معينة وشكرا سلام عليكم وده العقد اللي بيننا وبين مجلس ادارة الناد المصري اكيد 100% احنا الموضوع كله كان تموحنا احنا بقى كجهاز فني ان احنا ننهي مع الناد المصري ببطولة وخسارة كاس الرابطة كانت بالنسبة لنا بمسامة صدمة كبيرة جدا 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 كجهاز فني كمجلس ادارة كجماهير كلعيبة كلنا صدمنا صدمة كبيرة جدا في نهاية كاس الرابطة لان اخد بالك كل مصر كان بتقول الناد المصري من شكل الاداء من الروح الموجودة في اللعيبة من تنظيم بتاع الجهاز الفني مع اللعيبة مع مجلس الادارة حضور الجماهير الكبير الضخم اللي كنا مش متخيلين وانا قلتلك قبل كده يا كريم برضو لما في التليفون اعتقد قلتلك هما لو موضوع الجماهير مفتوح في المطش النهائي انا بقولك الاستاذة هتقفل برسعيد كلها هتبقى في الاستاذ انما هذه الكورة احنا اكيد 100% ما اصرناش اكيد 100% اجتهدنا على قد ما قدرنا ان احنا نعمل احسن حاجة عندنا تاني كل الجهاز الفني بقادة دكتور ميمة عبد الرازق عمل مجهود كبير جدا طيب كابتن طريق انا متفاهم جدا ان انت كنت فاهم وعارف ان انت جايت ثلاث شهر او مهمة مؤقتة ازاي بيقولو كده بينك وصين يعني لتعديل وضع فريق المصري في المسابعات المختلفة بس برضو انت كمدرب وانت فاهم وانت اشتغلت وانت عارف لو النتائج حلوة دي بتبقى حاجة مغرية لأي ادارة انه خلاص الناس دي تكمل لو النتائج قليلة في الفترة دي او عادية مش هقولك حلوة انت كنت تعملين نتائج عظيمة ممكن برضو تمشوا فترة مؤقتة لكن النتائج كانت عظيمة مقيتش عاش كاس عالتك اكيد كنت متصوى ان انت ممكن تكمل واكيد برضو كان بالنسبة لك دي مفاجأة ان انتو تمشي هو المفاجأة ما بقيتش مفاجأة بعد ماتش كاس الرابطة لاننا انت اكدت 100% بعد كاس الرابطة ان الموضوع انتهى خلاص حتى احنا نفسينا بعد كاس الرابطة كلمنا مع مجلس الادارة وقلنا لهم يا جماعة احنا بننهي مشوارنا بنهاية اخر ماتش في الدوري وبنشكركم طبعا والناس شكرتنا كمجلس ادارة ان احنا كمان اللي سبقنا بدان بعد ماتش كاس الرابطة احنا قريدي بلغنا مجلس الادارة ان احنا مش مكملين وان الموضوع خلص بالنسبة لنا على اسنة نفتح لهم المجال ان هما لو بيفكروا في حد من دلوقتي يجيبوه حتى يمكن حصل مكالمة بيني وبين احد عداء مجلس الادارة وبصراحة واتكلمت معاه بصراحة قلت له من مصلحتكم ومصلحتنا ان انتو ما تنهوش لحد ماتش النادي الاهلي اللي هو بتاع كاس مصر لأ انتو خلوا اخر ماتش لنا لو احنا فعلا مش هنجدد في النادي المصري هو الماتش الاولاني اتعى النادي الاهلي بعد كاس الرابطة على طول اللي هو في الدوري اللي هو اختام الدوري ومن هنا كان الدوري بتاعنا او كان العقد بتاعنا بينتهم على الماتش ده قلت له بالحرف الوحيد قلت له فكروا في ان انتو هتبتدوا مسم جديد حتى انتو تخلوا اللعيبة في الفترة الجاية تحت ضغط المدير الفني الجديد اللي هيجي وعارفين ان هو ده اللي هيشتغل معاكم او من دلوقتي اعلنوا اعلنوا ان الجهاز ده مكمل يا جماعة وخلاص حتى اللعيبة تبقى عارفة ان فيه جهاز مكمل او جهاز جديد جاي والموضوع هم تفهموا بشكل قويس جدا واحنا كمان يعني يعني شايفين ان كان فيه تعاون كبير جدا بيننا وبين مجلس الإدارة وبين المنظومة كلها يعني والموضوع كان ثالث حرف انتو كجهاز فني بقى في الفترة ده كنتو تطلبوا بقى صفقات جديدة بتطلبوا اسماء معينة بتشاوروا للإدارة تقولهم والله احنا محتاجين ملاكز معينة محتاجين الاسماء ديت لو تسألنا اه يعني لو تسأل تقصد يعني ولا ما تسألت فيه اوقات كنت بتسئل شخصيا والدكتور ميمي كان بيتسئل انما اللي هو ايه اللي هو انت ما بتقولش انا عايز فلان وعايز فلان وعايز فلان لان انت مش عارف ميسين للحيطة دي لان انت قريدي مجددتش معايا صح فانت خلاص انت عارف ان انت قريدي لو هتكمل لو هتكمل قريدي انت متابع الدوري كويس جدا وقدامك وقت ان انت تختار انما في الوقت ده عرفنا ان كان فيه تعقدات مثلا زي محمد الشامي كان النادي متعاقد معا من قبل كان ماتش كسر ربطة بشوية لانه كان عقده منتهي مع النادي الاسماء واتفق معايا وكان خلاص الدوري بيه خلاص يعني فاتسألنا فيه طبعا ده بما ان النادي خلاص بتعاقد معاه وقلنا لهم طبعا اكيد محمد الشامي العيب كويس انها ما تسألناش على مجمل صفقات ولا تكلمنا حتى اخد بالك يا كريم عشان برضو جمهور برسعيدي بيعارف وكلام ده واضح جدا احنا كنا مركزين قوي في الفترة دي في المنافسات اللي احنا بنخدها مش مركزين برا دي بغض النظر عن ان احنا يعني احنا ما كناش حاسين طبعا ان احنا مكملين او مش مكملين ده موضوع برا الحزبة خالص لا احنا كنا حساباتنا الاول والاخير ازاي نعرف نجيب بطولة لنادي المصر في الفترة اللي احنا موجودين فيها خاصة ان انت كمان وصلت نائكة سرابطة وبتنافس في كاس مصر وازاي تعرف تاخد مركز كويس في الدوري والحمد لله ده حسمناه قبل المطش بتاع النادي الاهلي يعني يعني من المطش اسموحة كمان او في فترة مطش اسموحة اللي هو اللي اتغلبنا فيه فكان الموضوع شبه محسوم بالنسبة لنا خلاص المركز الخامس بقى بتاع النادي المصري وكانت منافسة جديدة جدا بينك وبين امبي وبين المقولين العرب وبين اكتر من فرقة في الحتة دي كانوا بينفسوا بقوة على المركز ده الحمد لله احنا خلاص ده حسمناه بدأنا نركز في كاس الربطة وبدأنا نركز في كاس مصر اللي هو انت مش شغل بالك بقى اي حاجة خالص غير شغلك في المالك عظيم جدا تعالى نروح ليه نادي الزمالك لقى كيف لقدمه الزمالك في البطولة العربية وهي الناس بتزعل مني لما بتكلم في الحتة دي لاني ليه لان انا عندي قناعات يا كريم مش بغيرها وعندي يعني وجهة نظر ما بغيرهاش خلنا اتفق ان القوالة بتاع الاقيبي اللي موجود داخل نادي الزمالك دلوقتي مش احسن حاجة ده كلام شايفه القاسي والداني صح والناس لو ما قالتش الحقيقة او ما اقتنعتش بالحقيقة يبقى احنا بنتحك عن الناس وانا بحبش اتحك عن الناس على خاصة جمهور الزمالك او المكان اللي انا بحبه او المكان اللي انا اتربيت فيه طبعا القوالة اللي موجود دلوقتي بالناس بلعيبة نات زمالك مش احسن حاجة فيهم 3-4 نجوم سوبرستار والباقي كله وقلت الكلام ده برضو زعلوا الناس مين 3-4 ماهو بيزعلوا لما بذكر اسماء ليه 3-4 تبتولي 3-4 ده اللي هتشيت بيهم يعني 3-4 يعني 3-4 معهو الباقي كله يبقى سنيدة لا يعني مثلا عساعدك انا زيزو مثلا فتوح احسن لعيب في مصر احسن باكليفت في مصر كابتن الفرقة في برضو سيف الجزيري في لعيبة كويس اه سيف الجزيري في المسلوسي كويس بقالوا سنتين مع نادي الزمالك ماشي بخطة سابتة جدا في لعيبة كويسة بس مش مش انت معندكش البدال القوي قوي ولا باقي الفرقة ولا باقي الفرقة برضو الاسماء اللي هي يعني خط فنسز نادي الزمالك محتاج محتاج شغل كتير اقول لك بصيغة احسن تخليها كمان عند جمهور الزمالك قلطف يعني انت شايف ان اللعيبة اللي موجودة في الزمالك دي لعيبة كويسة بس الزمالك محتاج احسن الله ينور عليك صحي كده يعني يعني انت مش بتقول مثل انهم العيبة سيئة بس لأ الزمالك محتاج احسن عشان يقدر ينفس على مستويات مثل زي بطولة عربية زي بطولة افريقية هو ده فاحنت رايح بطولة عربية بالسكوات ده بدون تدعيم بدون بدون لأ المحصلة كنت منتظرها أنا كتير السيد برؤيتي زيرو انك تاخد سفر نقط انك تعمل النتائج دي وتعمل المشوار ده وانا من وجهة نظر ان الزمالك تظلم في المطش التاني قوي الشباب تظلم قوي يعني يعني الكنالتي فيها كلام كتير الفرقة اه ما كانتش احسن حاجة في مستوى زي مبارات النصر وزي مبارات المنستيري انما في الاول في الاخر الاداء مجمل لأ هايل هايل على مدار البطولة على مدار البطولة خاصة كمان ان انت لما تيجي تبص للمنستيري يقول فرقة مش احسن حاجة على فكرة الناس مش اخد بالها للمنستيري لحد يعني كانت بتنافس عماكز الرابعة في الدولة التونسي والتأهل البطولة الافريقية يعني هو فرقة قوية في تونس بس باعه بس باعه عادة كبيرة جدا من اللعيبات يبقى اسمه محترم في تونس يعني انت مش بتلاقي فرقة سيئة قوية انا 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 ورعليك قوي جدا في تونس وبنافس الترجي والانك بالسحيل زى مالك وناصر وشباب لا الموضوع مختلف نيجي للفريتان السعوديين يا كريم خلينا نقول ان الكرة السعودية بقت في حتة تانية بعيد قوي عننا بمراحل بمراحل بيجيب ع ناصر قوي لان كمان الله ينور عليك عنده عنده دلوقتي الكوالة اللعيب كلاس وان وفوق كلاس وان بشوية بس اقولك حاجة رغم كده لو انت زى ما انت بتقول كده لو الزى مالك فأفضل أحواله لا الاهلي بحالته ديت كان يلعب مع الفرق ديت ويقدر يشتغل ويعمل حاجة قدامها ده محالته كويس فانا برضو ما بقى لاش قوي على الاهلي والزمالك تحديدا قدام اي منافس مهما كانت امكانياته دي حقيقة دي حقيقة تحديدا الاهلي والزمالك دي حقيقة اه 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 كامل اللي احترم لبقى المنافسي او بقى الفرق فتخال بقى الفرق اللي هي السكوادر مش قوي قوي يروح يلعب الشباب ويعمل عليه جيم كويس جدا تاكتكيا ويوصل ان هو يتظلم وما يخسرش ودي حقيقة تعال بقى المطش صعب جدا انت بتقابل انا انا يمكن قلت الكلمة دي والناس زعلي النجوم العالم لا ازا كلمة تتلعب كريستان ونالد تعابل وزمتش تلعب سانيو ماليه ازاي يا عم ده نجوم العالم ايه عم ده 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 مبطلين كريستان ونالد ده مبطل ده موكريستان ونالد وغالبا لما هيبطل مش هيبقى مبطل يعني خب بقى كريستان ونالد وبيتقال على لين بطل من هو عنده 28 سنة بسهما ما بيبطلش مش هيبطل يعني ساديو من ايه برازوفيتش ده عندهم عندهم فرقة فرقة يا جماعة انك تعمل الاداء ده وتحجم النجوم دي ويبقى تصريح قوي جدا من كريستان ويقولك احنا احنا ما كناش عارفين نلعب مع الفرقة دي تكتكيا وقفله علينا تقفيل كويس جدا ووصلنا ان احنا كنا متقدمين ولوما غلطات بسيطة جدا من ميستر اوسيريو في التغييرات ايه بشكل التغييرات اللي عملها ان برضو خد بالك ميستر اوسيريو من المدربين المحترمين اوي اللي انا مقتنع بهم قناعة لسه اقولك انت ايه رائع في اوسيريو اه من المدربين اللي انا مقتنع بهم اوي فنيا وان الراجل ياخد الفرقة دي اللي قبل ما تيجي قبل ما ييجي كان سوري بيتغرب من اي حد او يخسر من اي حد او مش سهل ان الزمالك يكسب اي حد ان هو يعمل النتائج دي مع ناد الزمالك ويعمل الاداء ده ويعمل الشكل ده صح مع المجموعة دي لأ ده نجاح كبير جدا لي ان الراجل ده فعلا عنده حاجة بيعملها عنده شغل بيعمله وبدأ كمان لعيبة الزمالك بس خد بالك الفكرة مش بس نتائج لأ الكرة اللي بلعبها ايوا خد بالك في فرق جبيل قوي قوي بين ان انت بتلعب كرة حلوة ممتعة وبتعرف تدافع وبتعرف تهاجة ايوا يعني هو كان عنده طبع مشايكة بيلا دفاعي هو تحسن كسيا في البطولة العربية تحديدة ليه بقى انك ولد اللعيد مش اه مش اللي يعملك لاتنين الله ينور عليك ده كويس قوي ان انت حفزت وبدأت تحفز طريقة اللعب وشكل اللعب صح تعملها بقى بجودة عاملة ازاي الله ان جودتك تبقى عالي قوي صح محتاجة كوالتي لعبها عالي جدا صح يعني بص كوالتي زيزو بص كوالتي فتوح بص كوالتي شيكا بص كوالتي المسلس هتلاقيهم بينفزوا وبينفزوا بكوالتي عالي انما الباقية عصد انت بتشتغلش في الكورة يا كريم احنا 11-11 صح مش لعبة فردية صح زيزو ولا فتوح ولا 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 يقولك اجماعة احنا احنا محتاجين تدعين الفرقة محتاجة تدعين لما لو قفلت على زيزو في الدور المصر وده بيحصل الزمالك بيبقى وحش موكساكسوال في الاطار ده يعني لو انت في ادارك نادي الزمالك وانا عارف انت ما بتجاوبش اجابات جماهدية يعني وجيلك عرض ب10 مليون دولار مثلا في زيزو وانت عندك ازمة طاحنة لها علاقة بيقاف قيد ومستحقات لعبين وا وا انا عايفة ده سالسل صعب تبيع ولا لا عارف ليه انا اقولها لك انا من احيانا الناس بس الجمهور بيبقى متضايق وزعلان بس انت ممكن تبيع لعب مهمة عندك جدا 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 وممكن يقصف الفرقة في سبيل انك تشتقي لعيبة جديدة وتحل مشاكل بقى الفريق وانك تحل اجابك بشكل حلو اه انا عدت رجع عشان سيبك تفكر مين اللي بيجيب اللعيب مين الادارة حلو قوي الادارة دي حضرتك دلوقتي كراجل رئيس نادي مهما كانت رؤيتك وجهة نظر هل انت فعلا عندك المقدرة انك تعرف تنقل لعيب كويس وتجيبه اكيد لا مدير فني صح الله غلط طبعا التخصص هنا يا كريم هو الاساس احنا في مصر هنا ما عندناش التخصص وصلت ولا لسه لا انا حسيت ان انت يعني اففتني من الشارع اللي ورانا عشان انت حاولت تبدا هاولا لك تاني هاولا لك تاني دلوقتي ببساطة شديدة هتوقت ردكيب واحد قريم من زيزو من زيزو زيزو خلاص احنا فيه انه افضل لاعب ومش تلازم تجيب زيزو بزيزو بس ممكن تجيب لعيب قريم منه ممكن تجيب اتنين لعيبة كمان حلوين مع التلاتة اللي فضلنك بقوا بستة بدل ما عندك تلاتة واربعة لعيبين سوبر بقى عندك ستة او سبعة او تمانية سوبر لما خدت الفوز دي وستسمرتها بقيت عايف تشتري الصفقات وتمش عايف تشتري الصفقات دلوقتي تعمل كده على فكرة انا برضو مش بقول كده انه الزباك لازم بيبيع زيزو لو زباك عنده حلول تانية يريد زيزو يكمل معناه الزباك عشان جميل زباك ما تبقى بدلاش على اخير سنت لو بقاش عندك حلول تقول لا مش هبيع زيزو وتسيب كل الازمات دي موجودة ما هو زيزو كان موجود والفريق ما عملش حاجة ستانية فيضغم ان زيزو الواحده كان احسن لعف لو عندي حد بيعرف يجيب العيب كويس هبيع زيزو اه ببساطة اه لو عندي حد بيعرف يجيب العيب كويس لان اصلي زيزو كان جاي ايه قبل ما هي جيناد زي الملك حدش عارفه صح جيناد الزمالك بقى احسن لعيب في مصر طبعا ماشي طبعا فلو عندك حد يعرف يجيب نوعية زيزو واببلاش وكتير قوي على فكرة على فكرة القصة سهلة جدا هكيب الموضوع سهل جدا الموضوع سهل بس ازاي انت تعرف تشتغله ازاي انت تنظمله ما هو ما هو لعبت الكورة كتير وكويسين وكوالة عالي موجود هو هو حمد فاتح قبل ما هيجي النادي الاهلي كان بلعب فين امبي قبل امبي مش فاكس النادي درجة تانية طريح حامد قبل ما يلعب في الزمالك فين في اسموحة قبل اسموحة كان درجة تانية فالموضوع سهل زيزو كان محترف برا اه كان حد يعرف عنه حاجات لما جيه الزمالك بقى احسن لعيب في مصر مرهان داود لما اتخذ المنتخب كان لسه رايح امبي من فيه درجة تالتة من الشمس اه من فيه درجة تالتة من الشمس بالزبط انا ما انا عارفه اه عارفه وكنت امتابعه يعني اصد انت فاهم النطة يعني على طول فا اللي بص يعني عشان كان فيه مدرب في المنتخب بص بص كويس حيلو المدرب اللي بص العين اللي شافت العين اللي جابت انت هتعرف تجيب او هتعمل تخصص في شغلك هتنجح صح انما هتبقى انت سوري باللغة البلدي انت مقاول وبالنا رايح شوية مش هانف طيب قبل ما نروح لتشكيل المسلم اللي هتختاره معايا دلوقتي عايز سألك سؤال امام عشور وصيف فاروق عفر انا عرف ان علاقتك بيهم علاقة خوايا اخ كبير يعني ونجم كبير في نادي الزمالك هل كنت تتوقع راحلهم مع النادي الزمالك الاثنين تحديد امام عشور وصيف فاروق عفر انا بقولك الاثنين دول عشان اعرف قربهم منك يعني بص انا اتسألت السؤال ده في احد البرامج وقلت اول واحد كنت ما تخياتش مين اللعيب يعني اتسألت السؤال ده كده مين اللعيب اللي مستحيل يروح النادي الاهلي قلت لهم امام عشور قول انا واحد اصلا ماشي طب لانا قلت كده وليه امام عشور راحل النادي الاهلي اولا قلت كده ليه لان ومش عايزين يعني يعني مش عايز الناس تفهمني غلط لا لا براح لان انا اخد بالك خد بالك الطريق انت عندك ميزة وجمهور الزمالك بيفضل طول الوقت المحترمة فيك انك بتقول الصراع حتى لو حيزعلهم الكلام ده بس هم عارفين انت بس المرة ده مش جمهور الزمالك يعني مش عايز برضو جمهور الاهلي فهمني غلط ومفقول جمهور الاهلي ما يزعاد جمالك لان ده واقع وحقيقة طب ومصر كلها شافته طب من مبادئ النادي الاهلي ان انا ما بجيبش لعيب يكون عمل مشكلة معي قبل كده ومشكلة كبيرة وعندهم سيستم هم شغالين به ما بيغيرهوش لما السيستم ده يتغير في مشكلة لا يعني انت لما قلت ان مستحيل امام عاشور يروح النادي لقالي كان على اساس دوت او ل عشان انت كان صقتك في امام عاشور انه سيسيب نادي زمعت الحتتين عشان انا عرف برضو علاقتك بامام عاشور بنحه اتا الحتتين الحتة الاولانية خلز بتاعتنا ايضي عرفتها بتاعت امام عاشور بقى الحتة التانية ان واحد قردي قردي انا عارف انا عارف انه زمالكوي جدا زمالكوي من اساسه راسه فالموضوع صعب جداً آخر حاجة بص يا كيمو من فترة أنا حصل اتصال بيني وبين إيمان وكلمت معا كان فيه بينكو تليفون قبل ما يروح إلى أهلي ولا بعد قبل ما يروح إلى أهلي قبل ما يروح إلى أهلي قبل ما يروح إلى أهلي قال لي تخلي حد يطلبني دلوقتي وانمتي أجمدي أنا مشكلتي حد من نادي الزمال أنا مشكلتي في نادي الدنمرج مش أعرف أرجع تاني مش عايز أرجع عايز أعود وعايز أعود في نادي الزمالك فمحدش كلمة في نادي الزمالك بق معهم كانوا قافلين الموضوع عشان كده أنا بحملش يعني هي نقطتين عشان جمهور الزمالك يقولك طب ما كان ممكن يروح إلى العب في بيرامدز ما كان ممكن يروح إلى العب أغامعة أنا عندي ناديين في مصر من أقوى الأندية في إفريقيا وفي مصر قال لي لما تيجي النادي اللي أنت شريه اللي هو بيتك اللي أنت عايز تلعب فيه ما يشتركش أو الناس ما تتكلمش معاك أو ما تخلص معاك أو أنا أعرض نفسي عليك وقولك أنا عايز أعود أنا عايز أجي أنا عايز أجي وأنت ما تخلصنيش وبعد كده ترجع ترجع تلاقي النادي المنافس ماسك فيك بإيده وإسنانه وعمال يحارب الدنيا عشان يجيبك طب هعمل إيه؟ أنا على فكرة هو ببررش موقف إيمان في مع الزمالك لأن إيمان بعد كده غلط غلط ليه؟ غلط كتير جدا أنه بيستفز جمهور الزمالك يعني خد بالك هي مش سوشيال ميديا مش شغل السوشيال ميديا جمهور الأهلي مش أحبك بالسوشيال ميديا أن أنت تقعد تلاعب جمهور الزمالك وأن أنت تقعد تنزل الستوريهات وأن أنت الكلام ده أنا النهاردة بالمناسبة كابتن خالب بمدير الكورة الجديد في النادي الأهلي مع كابتن محمود الخطير برئيس النادي بدوا يعملوا لقاحة جديدة ونفسي لكل أنديا مش بس في الأهلي أنه اللعيبة إزاي تستخدم بالسوشيال ميديا وأنه ما يستفزوش المنافسين ولا يردوا على جماهير ولا يعملوا لقاحة وده مفروض كل اللعبين يعني في مصر بيعملوش كده ده طبيعي ده ألف بكورة أن أنت خاصة كمان إمام أصلي موقف إمام حارج جدا وماشي من مكان كان لسه بص الفنان أو بتبص الشعار بس أقول لك حاجة أقول لك حاجة بالمناسبة أنت نفسك تعرضت الموقف مشابه شوي أنت مشت لأهل أعرض عليك وكان وقتها زملك في أزمة الكسة المعروفة كل الناس عارفينها وكان ممكن تروح للأهل في آخر اللحظة يعني أحيانا الظروف بتبقى يعني بتجبرك على هذا صح؟ ما عندش مشكلة وإنت زي ما أنت ما بتقولي إمام عشور زملكيه من ساسه الرأسه مع أنت برضه كنت زملكيه من ساسه الرأسه السنة ما مضتش في نادي العدي بس كنت بتفكر وما فكرتش أنا حصل اتصال وأعدت مش أكذب وأنا الكلام ده قلته مرة واثنين وثلاث وأعدت عادي أنت لما بيجي لو أنت في النادي المنافس بتاعي وطلبتين أنا عايزة أعود معاك أهلا أنا سأل أعدت ليه؟ عادي ما وأنت بتقعد بتشوف أنت بتسمع لأن أنت كمان خد بالك في فترة ما بين تجديد أو لأ طب أنا هديك معلومة حلوة قوي يالله بينا تخيل أن طريق السيد متمسك بنادي الزملك وعايز يمديه ونادي الزملك ما بيسألش فيه مش عايزه يمديه أيوة طيب ماشي بالعند في النادي الأهل أنا جبتك وأنت بن النادي ومضيتك عشان عرفت عشان عرفت أن النادي الأهل عايز عايزك تمام ماشي؟ ما تكملش سنة والنادي الزمالك يستغنى عنك آه ده حصل معاك أنت الكلام ده يعني آه عند الوقت بتقولي آه ده معلومة مهمة آه أنه الزمالك لما وقع معاك تجديد تعاقد أو وعادي جديد كان عشان بس شاف أن أنت رايح للأهل وهقول لك على حاجة ده اليوم ده الدكتور محمود سعد طلبني في البيت الساعة 2.30 بالليل آه وصلتهم معلومة أن طريق السيد مضى في النادي الأهل تصل بيا 2.30 بالليل الدكتور محمود بيشهد بالكلام ده لحد الوقت أنت فين أنا في نايم كنا لسه راجعين من السويس عندنا مطس يعني كابتل محمود سعد لو ما كانتش لقى حاك الساعة 3.30 الفجر كان هيحصل إيه لا أنا ما كنتش مضيت يعني لو ما كانتش يكلمك ولا لا ولا أي حاجة ساعدة ما كانتش الزمالك هيمضيك كنت هتاعمل إيه ده أنا عارف أن الزمالك هيمضي أنا عارف بص بص أنا الموضوع تأخر تأخر كتير قوي أنا لما نزلت من بيتي الساعة 2.30 بالليل وروحت قابلت الدكتور محمود وخدني على النادي والدكتور محمود منه لنفسه عشانها عشان عندهم شك إن طريق السايد مضى كتب شكات على نفسه على بياض لي وقال لي خد قلت له يا دكتور وأنا مش مستني الشكات بتاع حضرتك أنا بمضي لنادي الزمالك على بياض العقدة هو وسلامه عليك وعمل اللي انت عايزه موقف عظيم هنروح مع الكابتن طريق السايد تشكيلة الموسم اختلنا تشكيلة الموسم من وجهة مصر تشكيلة كابتن طريق السايد المسالية لهذا الموسم فيه الكرة المصرية ونبدأ بحراسة المرمى محمد الشنوي محمد الشنوي يلا على طول محمد الشنوي حطيتوش فيه من نفسه مع حد انت لا لا محمد الشنوي حسن جن في مصر عظيم جدا جميل كابتن طريق ما بيفكرش معلوان بصراحة ماش نبدأ من مين زغي العمان الشيبي محمد الشيبي لعب بيرامد كاية المنافسة دايما بينه بن محمد ياني في اي حد اختيارات اخترتش بليه من احسن بكاترات في المصر لقتي لعيب قوي لعيب سريع انت اخترتو احسن واحد كبا بش من احسن اخترتو احسن واحد عظيم من المدفعين محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم والتاني انا من وجهة نظري اه هو ملعبش كتير لسنانة دي بس هوا احسن سيريزبك في مصر قولا واحدا الوينش الوينش بس ا junyr بس انت بتخترق اللي لاعبو في المصر انا دي وجهة نظري انت بتخترق افضل لعبين في مصر مطاق و مفيش خلاه ان الونش من احسن المدفعين لفناصر يعني بس لان اعجب어주 ومحمد عبد الملك. اه. فتوح طبعا. فتوح زهير ايسر. بس فتوح برضو تحديدا مع اصولي ومعظم بلوطة كنتش بلعب زهير ايسر. فتوح باكلفت. اه. فتوح باكلفت. وكمان لو لعب هافليفت يبقى اقوى من كده فيه. فتوح علي معلول محمد حمدي اخترت فتوح. لا لا فتوح. فتوح. حلو. لو كنت بتلعب دلوقتي كنت هتلعب انت الاساسي ولا فتوح? ايه ده? انت دلوقتي. انا ما كانش حد يلعب عليا في مصر. بس كده شوف. اخفت تبقى متواضع. لا لا. انا متواضع جدا. بس ايه بقولك اللي كان بلعب عليا في مصر كان بلعب غصبا عني. عشان ممكن يكون ايه. في اصابة وكوف. لا دمي مش خفيفة على قلبك شوية كمدير فني مش عارفين. انا ما في نادزة ملك انا ما عادش لحد. تمام. ماشي دولار بعل في الدفاع محمد الشيبي ولوينش وعبد المنعم وفتوح. ماشي. نخش على نص المرأة قبل ما يكتبوا لنا البقية. قناعتي بريضة بوبو عالية جدا. جدا. من احسي صعيبة الموجودة في مصر في مركزها. ماشي. ماروان عطية بتاع الناد الاهلي. طبعا. للأسف الزمالك ما فيوش حد في الحتة دي. للأسف. هتحط اتنين. وتلعب تلاتة واحد. اربعة اتنين تلاتة واحد. ماشي. مانت حط تلاتة ماروان عطية. ايلا جماعة نشغل دا على طول بقى. اهو. ماشي. وبعد كده ماروان عطية. ومحمد ريضة بوبو. ماشي. من تاني. احمد ساد زيزو. احمد ساد زيزو. عادة اليمين. اوكي. اه. عشرة. من افضل لعبة اللي موجودة في مصر عشرة الوقت. الياسي جلسي. حلو. حلو الاختيار. لطيف. يبقى احنا حطينا زيزو. الياسي الجلسي. ام. رمضان صبحي عشان ارقامه. رمضان صبحي. ناحية الشمال. ماشي. وفي الهجوم بقى. المهاجة ما تلعن مين. المهاجم فيه اتنين. من وجهة نظر. بس هتحطوا واحد. واحد بس. اه. يعني اقول لي اتنين بس هتحطوا واحد. اه. هو هو الافضل السنادي من وجهة نظر في الحتة دي. وعمل فرق مع الزمالك قوي. سيف الجزيرة. سيف الجزيرة. ماشي. مين التاني اللي تريد تحطه برضه. ماروان حمدي. ماروان حمدي. عشان مرنته وشوفته. اه. شوفت شوه العظيمة. اه. عاجة ماروان ماروان من احسى فراودة الموجودة في مصر. بس السنادي تعرض لضغوط عالية جدا. في عدم اللعب الكتير مع النادي المصر. صح. صح. دي حاجة. الحاجة التانية. ماروان لو كان بيلعب باستمرارية. لأ كان الموضوع بقى مختلف معه جدا. 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 زيت كمان انه هو اتصاب كتير في اول الموسم السنادي في باعت شوية. اه. انا مقتنع جدا. على فكرة محمد شريف لعب النادي الاهلي. بس محمد شريف. اه. السنادي ملعبش كتير. ملعبش كتير. بسبب اه. فني ما عرفش بسبب قناعة المدير الفني. بسبب مش عايز اقول كلمة تانية عشان ما تتخذش علي يعني. اه. ما عرفش. ميش. اه تشكيلة. على الرغم. على الرغم انه هو لما بيلعب بيهدف. حيل. تشكيلة كابتن طريق السيد للموسم. تشكيلة المسالية للموسم في الكرة المصرية. محمد شينيو في حراسة المرم. محمد الشيبي والوينش وعبد المنعم. وفتوح في قاطع الدفاع. محمد ريدا بوب ومرقان عطية. في وسط الملعب. وقدامهم زيزو والجلاصي. ورمضان الصبحي. وسيف الدين الجزيري. دي التشكيلة بتاعتك. ما حطتش كهربا مهاجم فنيا ولا. لا فنيا طبعا. فنيا. لا نقص. في فرق بين الكهربا والجزيري. الكهربا مش فرود. الكهربا لقعي في فرود عشان ما فيش حد فرود في النادي. شايفه قدها كويس ولا? ايه? قدها كويس. طبعا. طبعا. هو كلعيب كورة. قال انا واحدا انا ولعيب كويس. بس دي مش موجودة. ايه رعايف علي معلول. لعيب كويس طبعا. حتش يقدر تكلم علي. 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 عنده استمرارية. بس. انا بقس اللعيب كورة بالاستمرارية. صح. لما تيجي تشوف زيزو بقاله اربع سنين في النادي الزمالك. عامل ازاي? من من اعلى الاعلى. يعني مش مش ما فيش ما فيش اللي هو ايه. اه. ما فيش طلوعه نزول. لا. هو على طول بيزيد. صح. في. يعني انا انا اول ما جاي زيزو النادي. انا عندي عندي الرؤية. وتكلمت في الحتة دي مع ناس كتير. ان زيزو عنده مشكلة تهدفية. بقى هدف الدوري. صح. بقى من من. من. لعب. لعب قبل للتطور. الله ينور عليك. ف. واستمرارية كمان بالاداء القوي. صح. يعني. يعني. زيزو مستمر. اه. جزيري مستمر. اه. الجلاصي مع النادي المصري. اه. بوبو. يعني. اللعيب عندي استمرارية. علي معلول. علي معلول. بقاله سبع سنين بلعب في النادي الاهلي. عنده استمرارية في السبات المستوى بشكل مؤثر جدا 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 مع النادي الاهلي. عظيم. كابتن طاري انت شرفت ونوارتك العادة. انا بشكرك دائما الحوار معك ممتع جدا. اشكرك كابتن طاري. سعيد جدا. يا ربي خليك. هلسى مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل. هاني كواليس مهمة كتير خليكم معنا. يا اهلا بحضراتكم مرة اخرى شرفن ونوارني في هزي الفقرة الزملاء العزاء المتولكين دوما عمر جبالله وهاني عبدالصبور يا عمر بنوار الدنيا. ربنا يا خليك كريم انا مبسوط النهاردة ان انا معك وفي وجود تاني كمان. اهاني ومنور الدنيا اخبارك كبير. دائما مناور متعلقة كبير. كله سهل فقل انت اختر الله. اه بقالنا كتير. ان شاء الله هنعمل حلقة كويسة كبير. بس شايف بشوش كده. حبيبي. مش عافل وشك. لا مين ده يا راجل ده وشك ننور على طول. حبيبي حبيبي يا كريم. حبيبي. عامل عمور. حالنا لاجي متعبارك كبير. هبدأ بيك عشان عايز نسأل السؤال مهم جدا كل الجمهور بيسألوا النهاردة. جمهور الزمالك تحديدا. دلوقتي بعد الكسة بتاعة تأجيل لأقوبة كهرباء. او المهلة اللي ادها الفيفا لكهرباء شهرين او ستين يوم يعني بحسن ما تم ارساله. يعني الناس بدأت تسأل. هو الزمالك هيسدد منين الاقوبات اللي عليه بسبب شكبالة وسبورتينشبونة واشنبونج وكسة بتاعة الداجل كل التفاصيل ديت. اتنين. الزمالك هعرف يجيب صفاقات انا شعرف يجيب صفاقات. في تفاصيل كتيرة فيما يخص الامور المالية عند نادي الزمالك تعددا للموسم الجديد. طيب اه احنا كده بنتكلم في محورين. اه. ان الزمالك هتحرك ازاي عشان يحل اه امور المالية. وعن كهرباء والحكم بتاع النهاردة. خليني نتكلم عن المحور الاولاني اللي هو الامور المالية. بس الاتنين مرتبطين. بالتأكيد. اه مجلس الزمالك اجتمع امبارح اه في منزل اه مرتضة منصور. اتكلموا بعض الملفات هو اه المستشار مرتضة خرج يعني انها جلسة والداج. اه ما بينه وما بين اعضاء المجلس وبينها اش بعض الامور اللي بتخص النادي. انا اقول لك همك هنا وبيفكروا ازاي او بيفكروا ازاي? وهيعملوا ايه? حلو. مجلس دارة الزمالك الماجدين. اه اللي هو رجع لهم سليمان وهدان ورجع له مع احمد دابس. سليمان وهدان او النائب سليمان وهدان بقاله فترة ما حضرش اجتماعات اه مجلس دارة الزمالك. كان اقول اجتماع ليه? احمد دابس كان اعلن استقالته وترجع عنها وكان موجود في الاجتماع اللي تم اطلاق ان هو اجتماع ودي. بالاخر كده يا كريم مجلس الزمالك هيعمل قرد. هيعمل قرد من احد البنوك. اه بضمان بقى هيتم التفكير. اه الاشتراكات اللي بتريد لناد زمالك او ارض ستة اكتوبر او اشتراكات ستة اكتوبر اللي في النهاية توصل ليه ادارة الزمالك اللي موجودة. اه انه هم هيعملوا قرد الفترة اللي جاية بمبلغ مالي ضخم. اه بما الاين الجنيهات. من اجل التحرك لسداد الازمات المختلفة اللي بيواجهها النادي. لان انت عندك مستحقات الفريق. يعني في البداية ازمة قبض اللي تخطى الواحد وستة مليون دولار. اه لسبورتنج بليشبونة واشنبونج. بالاضافة لمستحقات الفريق الاول. بالاضافة لمستحقات الجهاز الف parallels الفريق الاول. بالاضافة لمختلف الالعب. فارطاعت ادارة الزمالك. انت لسا ما اشتريتش العيبة كمان. ده كل دا نسا ما اتكلم نفي العيبة. فالإدارة الموجودة ارتقت ان الخيار الافضل في الوقت الحالي ان يتم التحرك في قرد يقدروا من خلاله يوفروا الاحتياجات الفترة اللي جاية ويتحركوا في حل موضوع القيد ويتحركوا في السدادة لمستحقات. وبعد كده موضوع صفقة. هاي النقطة التانية. احنا معنا انفراض اه بمستند. اه نص القرار اللي ورد النهاردة. اه الزمالك استلم القرار بالمهلة اللي خاتها كهرباء. اه ستين يوم. اه من خلال اه المستند ده ادارة الزمالك هتتحرك ان هي بعد نهاية المهلة مباشرة لو ما كهرباء مسدتش الغرامة ان هو يتوقف لان النص القهرب يقول لي يا كريم اللي احنا معنا صورته بيقول ان ازا لم يسدد كهرباء الغرامة في خلال الستين يوم يتوقف تلقائيا فالزمالك اه تواصل مع سلفاتوري المحامي الخاص بالنادي وقال لهم ان هو هيبدأ يتحرك الفترة الجاية ان هو يتم دنفيذ العقوبة الخاصة بالاقاف حال عدم السادات. كهرباء المطلوب من الفترة اللي جاية وفقا للقرار ان هو يدفع الف فرانك سويسري خلال تلاتين يوم. وبالتالي. ده 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 القرار. ده القرار. حلو عوي. اه اللي هو بيقول يا كريم ان اه بالنسبة لقضية محمود كهرباء الصادر اه حكم في في ستسعة عشرين مارس. اه هو هيدفع. من الكامر ريوضية. هاولي اتنين مليون هيدفع اتنين مفروضة عليه اتنين مليون. دولار للزمالك. وخمسة في المية الفوائد. مظبوط. انا اه ومكتوب اهو انه هيتوقف ست شهور تلقائيا لو مسددتش خلال ستين يوم. يعني الفقرة التالتة ده اهو. نهو بيقول لو مسددتش خلال ستين يوم. هيتوقف تلقائيا فالزمالك هيبدأ هيبدأ اجهز خطاب. ازا هو مسددتش خلال الفترة دي. بحيس يطالب بتنفيذ عقوبة الاقاف التلقائي اللي نص القرار موضحها بشكل واضح. وهنا نص القرار فاصل كمان يا كريم ان كان فيه ناس بتتكلم ان اقافش البرتغالي يتحمل جزء ما يتحملش جزء. نص القرار زي ما انت شايف على الشاشة هو واضح ان الغرامة بالكامل على اللاعب. وانه هو يتوقف آآ تلقائي حال عدم استداد. الموضوع بس اللي عندك عاربة الفترة الجاية انه هو يدفع الالف فرانك خلال تلاتين. مش كده دول دول بسيطة. ده كلام فاضح. ده. ده. ده دلوقتي عامر بيقولي ده الفراد طبعي المعارضة كان فيه ناس قالت انه لقب الكلام ده مش مزبوط من الستين يوم والكلام ده كله. اه عامر جبال الوقت اجاب لكم نص الخطاب اللي وصل للزمالك اليوم. انه آآ كهربا عنده مهلة ستين يوم يدفع فيهم الفلوس اتنين مليون دولار مع خمسة في المائة. فوائد. فوائد. لو ما دفعهمش خلال الستين يوم يتوقف تلقائي. يعني بساعتها للاهلي هيبعت. لو كهربا هيبعت حاجة. للزمالك هيبعت حاجة. هو خلاص الراجل توقف ستة شهور لو ما دفعش خلال الستين يوم. تمام. شكرا عامر. شكرا عامر. طيب. استاذ هاني. انا عادة تاني. لما باجي اسأل سؤال في الاهلي. بقالي مثلا بتاع التلات اسابيع. بسأل اول سؤال. فين مهاجم النادي الاهلي الجديد. مهاجم النادي الاهلي الجديد. طيب. التمسك والاستمرار والاسرار على سوزة. الراجل كولر محتاج سوزة. بدارة النادي الاهلي شايفة ان سوزة هو الافضل لها. بتبقى لاختيارات كولر. وتبقى للمقابل المادي اللي هيتم دفعه في الصفقة اللي يقرب من اتنين مليون دولار او متين ومتين تلتمية الف دولار في قول اتنين مليون. ده اختيارات النادي الاهلي واختيارات كولر. حلو. تمسك النادي الكوري بسوزة خلى ان فيه تعطل فيه المفاوضات مع النادي عشان يقدر يحصل عليه. دلوقتي النادي الاهلي قبل ما ما ادخل معك على رقب معهم كلمة مع احد المصادر داخل النادي الاهلي. هي. اكدوا ان لسه هما بيحاولوا مع سوزة عن طريق الضغط من طريق اللاعب ووكيله على النادي الكوري ان هما يخلصوا معي طابلة ومخلصوش سوزة في تلات مهاجمين مطروحين على مئدة النادي الاهلي. كولر رافض يبت في اي واحد فيه. يعني كولر قال لك انا مش هتفرج على سيديهات تاني. لحد ما تشوفوا لي الامر النهائي في سوزة. فمستنين يرجع اعمل اجازة. بس هنا في مشكلة. انه انت دلوقتي هيسيب الاهلي اتفاوض على سوزة. والوقتي بيجري. والسوزة ما بقاش موجود. فطبيعة الراجل يكون بيشوف مواجمين تانيين كبلان بي وبلان سي انه لو ما فيش سوزة يبقى عنده بدايل. رافض. لو رافض تمام هيحصل زي ما حصل في يناير. بنسبة كبيرة بنسبة كبيرة لحد الوقت الحالي لحد ما انا بكلمك كده ده اللي هيحصل. لما فيش سوزة هيكمل بيه صلاح محسين يتم قيده في القيمة ويبقى مواجم. دي تبقى مفاجأة كبيرة. مفاجأة كبيرة لان كمان الاهلي الاسماع المطروحة جزء كبير منها مش عاجب كولر. او كولر مش عايز يتفرج عليه. هو عايز سوزة قال لك انا انا كنت مختار موليكة. بعد كده موليكة في رفض من من النادي والمقابل المادي والكلام ده كله. فقال لك لأ نشوف سوزة. فهو خايف يقول لهم لا سوزة فيجيب بلان بي او بلان سي. فهو مش عايز تتعامل معهم بالترد كلها. بس انا بقول لك ان الاهلي القيمة المالية او الموارد المالية اللي حطتها ليه المواجم لم تتخطى باي حال من الاحوال اتنين ونصف مليون دولار. لان الاهلي دفع جزء كبير من التارجد بتاعه في الانتقالات الصيفية في انتقال امام عشور. وشايف ان انتقال امام عشور ده اضافة للنادي الاهلي. المواجم زي ما بقول لك سوزة. ففي السوزة فيه تلات اسماء مطروحين من ضمنهم الامريكي النيجيري ايكوبا. واسمين تانيين متحفزين عليهم داخل النادي الاهلي. مكانش هيكمل بصلاح محسن. وفكر ببقى ان انت عندك قهربة وحسن الشحات وفرستاو. والحلول الهجومية. وبرضة يرجع نجيب مواجم في يناير زي ما بتقال بقى لنا اكتر من سنتين. عموان اللي بيخش سوزة انتقالات فبيبقى الاسهل بالنسبة له جيب في السف ما جيبش في يناير. طبعا. طبعا. بتبقى في يناير. عشان كل فئة تبقى حط الكلام بتاعتها مش عايز تستانع. انا عالي معلومة صغيرة ممكن تزاودها. بلحتك. لا اللي تواصل في الاربعة وشرين ساعة اللي اللي فاته مع وكلاء مش مصريين. وطلب اسماء جديدة. اه من الواضح ان القايمة اللي موضوع عداخل النادي الاهلي خلف السوزة مش عالمستوى اللي طلبه مرسل كله. مش مقتنع مش مقتنع مش شاري. عايزين اسماء جديدة. مش شاري ان امير توفيق تواصل مع وكلاء مش مصريين. وطلب ترشيح اسماء جديدة يتم عرضها. على مرسل كله. وزي ما هني بيوضح ان في حدود البدجت المتاح. مش عايزين ارقام الخزعبلية. عايزين مستوى سوبر بس برقم مالي معين. طيب. اثنين مليون دولار. المكالمات اللي حصلت ما بين بأكد معلومة عمر. المكالمات اللي حصلت ما بين امير توفيق والوكل الخارجيين. بيتكلم في اثنين مليون دولار. اثنين ونص مليون دولار. اقصى حدا يدري. انت وعمر على امير توفيق. بتكلمني على وكلاء لعبين. الاهل الان لديه ادارة اسمها سكاوتين تيم او ادارة الكشفين. بقية الكابتن الكبير. كابتن هاني رمزي. دورة ايه بقى في اللي بيحصل ده. الادارة. بعد الملفات ما هتتوصل انا اسف. بعد الملفات الترشيحات هتوصل من الوكلاء. الادارة دي هتتفرج عليهم عشان يعملوا زي 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 فلترة للأسماء. ده مش الترتيب الطبيعي. الترتيب الطبيعي ان السكاوتين بيجيب لعيبة فبيشوفوا قلاءها فبيكلموا الوكلاء دول فبيشتغلوش على حد. الدول هنا معكوس لاني الوقت دايقة كريم. لا هم مشتغلوش على المهاجم. هم مشتغلوش على بديل عالم علوم ورشحوا واحد ناجير. لا لا الاهلي عايز مهاجم من سنة من سنة بيفكر مهاجم. من سنتين. او من سنتين كمان. من سنتين بقى لنا كتير على الاهلي لم يكتشف فجأة انه محتاج مهاجم. لا لا بقالهم فترة. بقالهم فترة بيدرعهم. ادارة التحليل سكاوتينج اشتغلت على بديل عالم علوم. ورشحوا لاعب سنغالي ولاعب ناجيري. واتعرض الامر على قولر. وقولر قال لهم انا مركز دلوقتي في المهاجم. انا محتاج مهاجم وبعد كده متفرق على. عشان ما حصل مع كندوسي. ما لقيتش مهاجم فجبته كندوسي. هو جاب كندوسي عشان كندوسي في الاخر يعني هو في الاخر هو محتاج مهاجم. هو شايف ان الفرص اللي بتضيع دي كلها وعدد المرات الوصول للمرمى محتاجة مهاجم تارجت يخلص الاهداف دي كلها لانه عنده بطولات كتير. شايف كلر جمهور الاهلي ينقلب عليه. ومنازمة معلول وبديل عالي معلول. ماذا عن موقف فتوح? هل فتوح مكمل معنات زباك هجدد عقده? ولا فيه مشكلة تقريب تجديد عقده? عقد بفتوح عشان بس اذكر السادة مشاهدين ينتهي بنهاية الموسم الجديد الموسم اللي هيبدأ ده. هو الحاجة الوحيدة الممسوكة في ايد في الزمالك. اه ان احمد فتوح اه من سنة لما الزمالك اتكلم معاه في موضوع الاحتراف وكان فيه اهتمام من ايكس وكان فيه كلام كبير ان فيه حد هبيتابعه وبين فيكال برتوغالي. احمد فتوح كان رأيه ان انا هحترف في نادي كبير اه في الدوريات الخامسة الكبرى او انا مكمل في الزمالك في مصر. حالو. فدي النقطة الوحيدة اللي ركن عليها دارة الزمالك من الاخر ان فتوح من الاخر مخلص مواضيعه من زمان اه ان هو لو مش هيحترف في دور كبير او في نادي كبير اوروبيا هو مش عايز يحترف. حالو. حابب العيشة في مصر من الاخر حابب يفضل مكمل مع الزمالك. ايكس من زمالك كبير. ايه? ايكس من زمالك كبير. مكان الموضوع ما اتطورش الرسمي ايه ما انا بقولك الخوف وقتها في في الزمالك ايه هما شافوا لو ايكس هيتحرك على الارض رسمي كان وقتها الكلام مع فتوح فيه تصارع شوية في موضوع تقديد العقد. لما لقوا الموضوع ما فيهوش تقديم عرض رسمي والاهتمام كله من خلال الوكلاء فاشافوا الفتوح اللي هم انا لو ما جاليش حاجة زي ايكس يعني. فهمهم الطمانين لو هوا مش هيروح لنادي اوروبيا كبير فهو اعاد في مصر. اعاد في الزمالك. اعاد في الزمالك. اعاد في الزمالك. كابتن طارق السيد اللي كان نضيف حضرتك في الفقرة الاولى تواصل مع فتوح من فترة قريبة. انا عندي معلومة بكده. انا كابتن طارق كان السبب الرئيسي في وجود فتوح يعني في الزمالك. فتوح قال له سألوا صريحة عن الاهلي وكان رد فتوح عليه. لا مفيش الكلام ده انا لو فيه حاجة هتلاقيني بشورك وااخد رأيك. فبالتالي فتوح قراره الاول والاخير هو الاستمرار في الزمالك. بس لو ما خدش المقابل. عشان كابتن طارق. لا. عشان امام عشو تكلم كابتن طارق بس. ولكن فتوح اختيار اول والاخير نات زمالك. اه دي ما فقاش مقايدات يا كريم. فتوح محتاج عرض مالي. اعلى من الفئة الاولى. حاجة بسيطة. يعني بتكلم ما بين خمستاشر وعشرين هو بقى فئة اولى اصلا في الزمالك. محتاج ترتيبه في شرط القناة النادي الزمالك. يبقى في الترتيب الطبيعي انه هو خلاص عبدالشافي بيعتزل. اه شيكابالا موجود. فبالتالي فتوح يبقى موجود في التلاتة الاوائل يعني. فطلباته طبيعية بالنسبة للزمالك. لما هتشوف ادارة في الزمالك مستقرة هتشوف تجديد فتوح. طيب هو ده تجديد فتوح زي الفل. طيب هو دلوقتي لو المبلغ اللي اتعرض عليه من مسئولي نادي الزمالك ما عجبوش. هيعمل ايه? اه. اروحي النادي الاهلي. ما اعتقدش. هيروح. بس المعلومة اللي عندي ان احمد فتوح. انا احابي معلومات. احمد فتوح احابي بيكمل في الزمالك ومش ناسي موقف جمهور نادي الزمالك لما اطلع اتهمات بتناول بعض المعادلة المخدرة والكلام ده كله. فهو مش ناسي الموقف ده قال لك الجمهور وايه في جنبي ودعمني وانا افضل في ظهر الجمهور ده وافضل اسعد الجمهور ده. لو اتعرض عليه دلوقتي خمسشار مليون جنيه. وهو اعز اتنين وعشرين مليون جنيه زي يزيزو. هيروح فين? والاهلي هيدفع اتنين وعشرين مليون? نا. والاهلي هيدفع اتنين وعشرين مليون. خبلك الاهلي بيدفع دايما مرتبات اقل من الزمالك. طيب. بس المرتب في الاهلي. ان المكسيم في الاهلي خمسشار مليون. بس خمسشار مليون. لو اتعرض في الاهلي خمستاشر وتعرض في في الاهلي اتنين وعشرين فتوح يمضي للزمالك لو تعرض في الزمالك وتعرض في الآل 22 فتوح يمضي في الزمالك بس انا بقول لك ان الاهلي مرتباته اقل بس المكافآت اعلى بكتير مكافآت واعلانات وكل خلينا نشوف الله يحصل احنا نسا بكملين مع حضراتكم بعد الفاصل نواصل خليكم معنا اعلم بحضراتكم مرة اخرى يوم نورنا عمر جبالة وانا عبدالستبور امان يقولك وليس حلوة في الزمالك والاهلي طيب حاجة مهمة كمان بتتقال الفترة اللي فاتت انه محاول عبدالمنعيم ممكن يخرج من نادي الاهلي اللي احترفها لهذا الكلام صحيح ام خاطئ طيب عبدالمنعيم جالوا عرض في الفترة اللي فاتت بتأحد الاندالة القطرية وسألوا النادي الاهلي عن المقابل الاستغناء عن اللاعب قالوا له 6 مليون دولار الاهلي طلب 6 مليون دولار في الاستغناء عن عبدالمنعيم فقدارت النادي القطرية شافت انه ده رقم مبالغ فيه انه يتجيب لعب مصري بالرقم ده هو اصلا رقم وليل 6 مليون دولار رقم وليل لو الاهلي عرض او قال 6 مليون دولار في محمد عبدالمنعيم فده رقم وليل عشان هو كان طالب في الشناوى عشر لا بس الاهل شناوى انا صغير لعيب صغير بس الشناوى النصر السعودي بنتباع حمد فاتح على فكرة أنا موافق جداً موافق جداً لو لقى اللي جاله ستة لو جاله أربعة مليون دولار ده رأيي طبعاً ده رأيي لا أربعة مليون دولار في عبد المنعم في نادي في الدول الإنجليز وفي الدول الإيطالي وفي الدول الأسباني بيع وأقول برافو عليكم وبيعهم تماماً تماماً لك أنا هلوح بيعه في الخليج بستة مليون لأ تم بيع أكتر طب نوعاً انت لسه بيع لسه بيع حمدي فاتحي بتلاتة مليون دولار حمدي بفرق سن ماشي فرق كان ماشي منتخدت دابل ستة مليون دولار حتى النادي أصلاً القطر ما عجبوش الرقم واغلق المفاوضات مع عبد المنعم وعبد المنعم مكمل في النادي نحن شغلتنا في مصر هنا نحن شغلتش غيرنا على قديمه في أرقام بتدفع كبيرة أهو يا جماعة فلأ لعبتنا عندنا لعيبة يدفع فيها يعني الموافق على فكرة مش ببالغ والله واحد زي عمليم دا يدفع لا فيه تمانية وعشرة زيزو يدفع فيه تمانية وعشرة لعيبة كبيرة بالمستويات اللي بتتجاب لا تمام بس انت بيعمل منتج قليل دي الأزمة عندنا احنا عندنا اللعيبة كويسين جداً 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 بس تسوية دور المصري في المنطقة العربية خلاص بقى معروف ان انت بتدفعش فنوس هكتلف معاك انه هيفضل أهل والزمالك نه طبع اكبر اسمين في الوطن العرب وشوفنا المستويات ورجعهم منهم لعيبة فانت بتاخد أهم لعيبة في الوطن العرب بس كلمك على الأرقام بقى الأرقام دولة 6 مليون دولار دول انت ممكن تجيب بيهم لعب من أمريكا الجنوبية تجيب اتنين لعيبة من أمريكا الجنوبية بالأرقام دي هناك المرتبات عالية بس المقابل المادي اللي بتدفع مش عالي في الأندية الأندية بتدفعش مقابل عشان تشتري لعب بينما تدفع له مرتب كبير جدا لانه طبعا انك هم مش فارين معهم في حتة المرتب لانه يعتبر مرتب مقارب لما يحصل عليه اللاعبين اللي موجودين في الدوليات المحلية لكن انه هو يشتري لعب من الدور المصري بالرقم ده هو شايفه انك ده صعب جدا بيقول لك حمد فتح طلع بتلاتة مليون دولار امام عشور طلع بتلاتة مليون دولار امام عشور وعبد المنعم الفر صح رايح أوروبا بتلاتة مليون دولار رقم كبير جدا رقم مختلف يعني كده كده هفضل مختلف طبعا والكتر حر وعبد المنعم اه وفي الاخر عبد المنعم حر يوافق او مش يوافق بس كولر عرضوا عليه الامر قال لهم لا عبد المنعم ركيزة من الركيز الاساسية ما ينفعش تستغنوا عنه حتى بأي رقم وتقريبا حدا المسؤولين في النادي الاهلي لما قالوا الرقم ده اللي هو ستة مليون دولار ده احنا هنجيب بيوم لعبة تانية فلو جيه ستة مليون دولار هنعرف نسوأ الموضوع للجمهور مجاش خلاص يبقى عبد المنعم مكمل ومستمر مع الفريق حيلو جدا أستاذ عمر كلمتنا انت على القائمة الاولى بتاعتنادي الزمالك ومن داخل ومن خارج الوضع ايه دلوقتي احنا قلنا كنا تكلمنا ان الزمالك اعتمد قائمته الاولى وبعد كده طلع ناس قالتلك لا ما اعتمدش ومش عايف ايه واصلوه بدليل انه ما دخلش حد في الدكة في البطولة العربية احنا قلنا اوباما احمد زاكي الامور خلصانة حمد علاء احمد زاكي كان موجود احتياط في المطش التاني للزمالك امام الشباب بس هي القائمة الاولى من الاخر اللي فقى كريم ما تقيتش خمس لعيبة موليد 2001 الزمالك لم ينجح في قدهم في القائمة الاولى ده من الاخر باقي الاسماء موجودة كلها في القائمة الاولى لكن هناك خمس لعيبة موجودين مع الفريق الاول من موليد 2001 ده اللي زمالك مقدرش تبينهم لا الاسماء ما عنديش معلومة كاملة بياه ما يدرش ليه ما يدرش ليه ايدهم لسه امور لاي علاقة بالاجراءات القيد يعني بيخلصها وبعد كده هيتم قيدهم زي ما اتكلمتك على احمد عيد ان هو هيوصق عائده ويأيده بعد كده اي امور ادارية بتخلص في الفترة دي بحيس ان هو يحل المشكلة دي عامر انت شرفت نورتك لعادة انا بشكرا جزيلا هاني نورت الدنيا انا بشكرا جزيلا ده كان ختم حليتنا النهاردة من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معنا اشوفكم يا رب على الان في خير